موسيقى اهلا و سهلا بحضراتكم عزائي المشاهدين الف مبروك فوز النادي الاهلي بثلاثة نقاط على نادي ودي دجلة ومواصلة حزد النقاط للرجوع للمنافسة على المركز الاول مرة اخرى اثنين واحد هي نتيجة هذه المباراة ولكن ثلاث نقاط اهم هدف المباراة الاول احرزه عمر السلية في الدقيقة 17 من جملة رائعة لعلي معلول اما هدف التاني من ركلة جزاء لعلي معلول بيصدها محمد عبد المنصف وبترجع مرة تانية ثم وادي دجلة بيحرز هدف المباراة الوحيد لنادي وادي دجلة في الدقيقة 86 عن طريق ضربة جزاء ايضا احرزها محمد هلال كابتن شريف كابتن بلال كابتن اسامة يعني نتيجة المباراة اثنين واحد لصالح النادي الاهلي ولكن حصد ثلاثة نقاط هو الاهم في مثل هذا التوقيت مبروك الاول الثلاثة نقاط الحياة بشكر لعيب على الهفتايم الاولاني شوت برضو بيأكد ان كل اللي اتكلمنا فيه قبل الستوديو ان هي عملية الضغط على فريق زي وادي دجلة بيفقدوا كل العوامل السيطرة في الملعب لا نقدر اقوله ان مفيش فرقة في العالم بتقدر تهجم 90 دقيقة او تلعب بالضغط 90 دقيقة وبنفس السرعة وبنفس الحماس خاصة ان احنا كنا من كنا مع رضية الملعب دي مش مريحة او للنسبة للعيبة انك انت كل خطوة فيها بتبقى محسوبة كل خطوة فيها بتعمل ايجاد اكتر في الملعب اللي زي دي لعيبة الاهلي قدمه ممكن شوت اعظم واقوى من الشوت بتاع المقصة نا الشوت الاول يعني او نص ساعة او نص ساعة ما كانش فيه وجود خالص اللي احنا اتفقنا عليه لو هجمنا على فريق زي ده ولو الاهلي استطاع ان هو يحرز الاهداف او الفرص اللي ضاعت في الشوت في النص ساعة الاولانية برافو عليك برافو عليك كان الموضوع يبقى مختلف لا يعنى بتاع خمس ست الجوان ما لهمش اي لازمة وكل عرضيات بيمشي ميها اي لعب من ناحية المين او من ناحية شمال ما لديهش سابورت ازاي بتاع عام رسولية في الجنة اللي جابه شفت دخل ازاي ومعلوم شافه ازاي ورحطته الكرة رحية ببط رجله بمنتال حرفية وبمنتال موهبة انما احنا حنقول احنا جايين وبرافو وموجودين وبنخوف وبنرهب وعندنا دلوقتي السلاح اللعيبة في اهمته وده كان اهم حاجة في الحكاية كلها ان اللعيبة تفهم الاسلحة بتاعتها تقدر ازاي تبصيب في ارض الملعب وتخلي الفرق اللي بتلعيبها تعمل حسابها انت من الطبيع او ان انت كابس اسلام لما تجيب جول في اي فرقة خلاص هتفتح معاك الملعب وانت هتحب تبادلك تاني طايم في الهجمات عايز اتعوض الماتش انت بنسبالك بده في حالة لعيبة لسه راجعة من اصابات الحقيقة مش هتدى تاخد ديها موجودة سعين ديها على العضلاتها نفسها اللي هي مطلوبة زي جرالدو مسلا النهاردة وصلاح محسن يعني في حاجات عوامل كتير لازم نستفهمها وكل اكيد انتوا كلعيبة عمرتوا بيها كلها ان اللعب مش عشان يبقى جاهز من المال لازم يخشوا فورمت ماتشين تلاتة الحقيقة رسميين يقدروا يخلوه موجود في الملعب بالشكل اللي انت تتمنى او بالشكل اللي هو يتمنى جما مواهب وقفين على رجلهم شايفين النهاردة انا شايف النهاردة من شاء الله الوان تو واللمسة الوحدة حاجة جميلة جدا فبنبارك لنفسنا الاول على ثلاث نقاط والفنيات بقى هنطيب طبعا كابتن بلال وكابتن اسلام وكابتن اسامة نحن هنا للتكلم في الفنيات ناشى تفضل يا كابتن بلال اتكلف الفنيات سأتخلم في العموب انتوا بها الفنيات الحقيقة معنا متفقين وبكابتن شريف ومتفق معنا و من شريف و متفق معنا معنا ان شاء الله يا كابتن لالاوالي شوت الأول شوت رائع جدا الضغط اللي اتكلمنا عليه من بداية المباراة اسلام تواجد السنية بتاع نص مرعب بتاع نادي الألي في الثمنتاشر والكسافة العادية اللي عملناها في الثمنتاشر خاصة عمر السنية وإحنا اتكلمنا الدور ده كانت قبل الماتش وإنه لازم واحد يكمل والتاني يبقى ثابت النهاردة واضح أن السنية هو اللي كان بياخد التعليمات اللي هو اللي هو يكمل وراء الثلاثة اللي بلعبه تحت الفرود والجول الجي من الحتة دي هو استلم الكورة ولعبها الرمضان رمضان صبحي لمعلول معلول طبعا برضو العمر السنية اللي كان موجود في الثمنتاشر قرد رسجل هدف رائع جداً ومشوفه من أرواح الأهداف اللي تسجلت وده اللي تكنت تتكلم عنه قبل الببراء وده اللي ندي نبي قلنا يعني لازم واحد من اثنين اللي موجده في نص مرعة بيكون له دور هجومي وده اللي حصل الشوت الأول الضغط الكبير اللي عمله على النادي الألي كان المفترض أنه يصور على اثنين تنة تنصف الشوت الأول زي ما قال كابتن شريف من شوية مشكلة النادي اللي اللي أرجع أول برضو حكتين مهمين جداً ما بتستغلش الفرص اللي بتتحليك بتتحليك الشوت الأول من الضغط والهجمات السريعة المرتدة لأن طبعا وضع طبيعي جداً ما فيش أي فرقة في العالم هتضغط تسعين ديه لكن عندنا مشكلة كابتن مهمة جداً لازم نتدركها بسوعة أنا النهاردة ممكن أكون تعبان فلازم أعمل أعملات الاستحواز أستحوز من رجل لرجل خلاص مرعبشي القدام ألعب عرضي كتير جداً أبطأ كورة أهدريت من الأداة أشتغل الشغل بتاع الاستحواز يعني زمان كده كم يعني بفكر أسلام معنا كنا مستر مانج جزي كان بيعمل تدريب من غير جوان عشان درد تستحوز بالضبط لو تدريب الزبط هي اللي تشتغل يعني في الشوت الثاني كلام حضرك مظبوط لأنه في الشوت الثاني دايماً لما النادي الأهلي بمستوى اللي يققى قل بسبب حالة الإجهاد وبسبب الإصابات وبسبب يعني والضغط الشريء اللي بتعملهم نتكلم كثيرة جداً نتكلم عليها كان من الممكن أن يكون هناك حاجة اسمها استحواز بالضبط ما هو إلا استحواز زي ما دجلة بيعمل زي ما دجلة عمل الشوت الثاني دجلة الشوت الثاني ما كانش لخطورة شديدة لكنه واضح أنه مستحوز على الكورة بيمتلك الكورة بيبصم رجلك مش مستعجل انت طبيعي النادي الأهلي كان لازم يعمل كده انت كسبان وحتساف كورة معاك ضغط انت شكلك أفضل مضايع أجوان أكتر خلاص اللعيبة هتوجهت بشكل كبير لأن خلاص تتعمل سبرينتات طولية طول المباراة هو بصعب عليك جداً انك تشتغل بالشكل التسعين دي ما مش فرع في العالم تعمل كده نعم لكن تشتغل وتضغط وبعدين تستحوز تشتغل وتضغط وبعدين تستحوز عشان تقدر تاخد نفسك مهم جداً اللعيبة برضو تاخد نفسك في الملعب الاستحواز ده كان مهم جداً في الوقت ده فهي دي مشكلة اللعي ممكن الوحيدة اللعين بشوفها الماتشرفات والماتشدة برضو انك انت ازاي تمتلك الكورة حتى امتلاك سلبي مش لازم يكون امتلاك إياه في بعض الوقت يعني لابد انك تمتلك الكورة بس امتلاك سلبي حتى تنين الكورة تخلي العيبة تاخد نفسها لأن اللي بتعف في الحاجات دي الأطراف الملعب أطراف الملعب بتعف بشكل كبير جداً يعني النهاردة لما علي معلوله رمضان صبحي يبقى بيشتغل في تمانين تسعين متر طول الشوط الأول هيبقى صعب عليه جداً للشوط الثاني انه يكمل بنفس الريد عشان كده بنشوف عملية الإجادة اللي بتحصل لان كده بتعمل مجود عالي قوي طول الشوط الأول والشوط الثاني عايز تكمل بنفس المجود فصعب عليه مش فرقة في العالم مفيش العيو في العالم يقدر يشتغل بالشغل ده لكن النادي اللي قالي طبعاً لو قسمنا المبارنة اللي لالشوط الأول جايد جداً أول 30 ديئة استحواز ضغط فرص ضائعة بشكل كتير جداً الشوط الثاني الأمور أهدى شوية لكن وانت كمان هادي وانت كمان مش بتستحوز قدرت انك توصل للمرمى وتسجل هادي تمام قبل بس ما روح للكابتن أسامة حسني واسأله عن المباراة ورأيه في المباراة خلينا روح نشوف كريم أحمد مرسلنا من ملعب المباراة ومعك كابتن سامي أمصان هاقولون نايا سامي أمصان المدربة في قليل نادي الآن كابتن سامي ببرك لك النهاردة زي مأكدنا وانا في شغلة تكتيكي وقراءة جيدة جداً للمباراة بنشوف ضغط من التلت اللي قدام شغل كتير بيفزل لك كابتن سامي النهاردة جي مميز وأداء مميز مع نادي الآلي وأيضاً كمان نتيجة طيبة مبروك كابتن سامي الحمد لله مبروك ليك ومبروك لجمهور نادي الأهلي ودارة نادي الأهلي واللعيبة وجهاز الحمد لله مبروك زي ما انت قلت مهمة جداً ده مستر مارتر درسنا فرقة كويس جداً عارفين فرقة مميزة جداً تلعب تكتيك كويس بيحضاره مبيلعوش كورة طويلة كتيرة ويمكن الحمد لله استغنينا دوت في الشوت الأولاني وأحرزنا الهدف وكان عندنا فرص كتيرة نقدر نسجل منها ونأكد شوت التاني بقى لعبنا بسيستم تاني لعبنا زون ديفنس عشان نستغل السرعات اللي عندنا وفعلاً الحمد لله رمضان قدر من خلال كورة يوصل بيها وكذا كورة كان ممكن نسجل فيها أكتر يعني لكن طبعاً عند أديك شفت شفت برضو ودربت الجزاء اللي حولت المطش يعني أعتقد لها وهمية يعني صعبة جداً يعني لكن يعني يعني أنا بقول دايماً ودايماً يعني أنا مش شرط عشان أدخل فرقة المطش يأدي لا بالعكس هي لو صحيحة عمرنا ما حنعترت في حاجة يعني لكن أعتقد لها صعبة جداً صعبة المش لكن الحمد لله شخصات النادي الأهلي في الآخر بالعكس حفظة الكورة وكان عندنا نقدر نجي فرص تاني يعني والحمد لله الأهم حاجة التلات نقاط مهمين جداً فترة ديت مع الأداء الحمد لله بتحسن أكتر أكتر مع أرجوع اللعيب إن شاء الله نكتامل أعتقد إن شاء الله إن شاء الله نادي الأهلي يرجع أحسن مكان إن شاء الله نأكد على بجانب الأمور الفنية والشغل اللي بيبزل من الجاز الفني لكن كمان في مكاسب النهاردة بنشوف عودة جيرالدو بنشوف صلاح بنشوف سعد سمير كل اللعيب دي ممكن مفتقدينها في شكل يبير كبساني الحمد لله أنا وأقول لك كل ما نكتامل أكتر كل ما في الأزاد صدقه أكتر كل ما يبقى فيه منافسة كل ما يبقى عندك حلول الحمد لله دلوقتي يعني ياسر بيطلع سعد بينزا ما فيش مشكلة جيرالدو جونيور ما فيش مشكلة الحمد لله الفرق بسيط وكل ما يبقى طبعا فيه لعيبة كتيرة وفيه حلول كتيرة ولعيبة عندها حلول فردية ولعيبة عندها كرة أعتقد حترجع تاني نفس أداء نادي الأهلي ونفس قوة نادي الأهلي إن شاء الله بدون راحة الاستعداد لمباراة تسيمبل في البطولة الأفريقية ممكن ده قدر نادي الأهلي زي ما انت عارف كابت سامي مفيش راحة قدر بتشوفوا المباراة إزاي وحضور كمان الجمهير بعد ممكن خلاص 12 ألف إن شاء الله يكونوا متواجدين في الساب برج العرب بتشوف الجيمة إزاي ومدى الاستعداد لفريق نادي الأهلي هو الأول زي ما انت تقول إن الجمهور ده هو قوة اللي بيدي نادي الأهلي هو ده هو ده زي ما بقوله حمام يعني يعني احنا الناس كلها وكل لعيبة مشتاة حتى الراجل يعني مثل المرطة بتكلم كتير في النقطة دي إمتى الجمهور يرجع دي نقطة مهمة جدا يعني احنا مفتقدين لهم جدا مفتقدين دعموهم لينا أنا عارف لهم قابدوا عنا لكن وجود وجمهور في الملعب عامل قوي جدا لينا وعمل قوي جدا للعيبة وبيدي بار للفرقة وبيدي خوف للفرقة التانية فاعتقد إن شاء الله رجوحها إن شاء الله إن شاء الله دينا كوه أكتر لكن مباراة مهمة في طولة أفريقيا إن شاء الله نأكد صدرتنا المجموعة إن شاء الله عشان خادرنا إن لحنا بنلعب كده وقدر لعيبة النادي الأهلي كده أن كل يعني ما فيش أعظار ما فيش مبررات لكن إن شاء الله إن شاء الله الجاي إن شاء الله أفضل لنا إن شاء الله شكرا كبتا شكرا بلشكرا أكيد كبتن سيد عبد الحفيز كبتن سامي أمصان مجود كبير يا كبتن إسلامي النهاردة ألف مبروك للنادي الأهلي إن شاء الله نستمتظرين للنادي الأهلي في أداء مميز خلال المبارات القديمة عود لك كبتن إسلام أشكرك كريم يعني حاولوا طبعا تعرفوا لنا أكتر ماذا حدث رمضان صبحي وياسر إبراهيم ياسر إبراهيم تأكد خلاص أنه عنده شد في العضلة الضمة ياسر إبراهيم عنده شد في العضلة الضمة ما نشوف بقى رمضان حنتأكد حالا لحضراتكم لأنه زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلام أنه الكلام اللي بيقوله بيبقى كلام من المفترض أنه يكون مظبوط 100% عشان كده بقول لحضراتكم مش عايزين نستعجل ياسر إبراهيم هو اللي تأكدت إصابته وأعلى دكتور الفريق أنه عنده شد في العضلة الضمة إيه اللي هيحصل الدنيا هتمشي إزاي؟ مش هيبين أي حاجة هتتقال تانية النهاردة مش هتبقى مظبوطة بكرة إن شاء الله تكون الدنيا هديت ويروح يعمل إشاعة ويكمل بقى ونشوف الدنيا هتبقى ماشي إزاي ده بالنسبة لياسر إبراهيم هنشوف برضو رمضان صبحي الجهاد عام طيب هو رمضان صبحي الحقيقة ما بيبلغوني طبعا في الإربيز دلوقتي إن رمضان صبحي مفوش أي إصابة الحمد لله ولكن هو إجهاد عام خاف إن هو يجيله إصابة فطلب التغيير وبالتالي رمضان صبحي مفوش أي مشكلة وإن شاء الله يكون مع الفريق في مباراته القادمة أمام سيمبا التنزان لأنه هو طبعا مباراة أهمة جدا وبالتالي مرة أخرى ياسر إبراهيم شد إن شاء الله يطلع خفيف في العضلة الضمة ورمضان صبحي شعر بحالة من الإجهاد العام وبالتالي طلب التغيير خوفا من الإصابة ودي العقلية بقى هي دي العقلية اللي أنا بتكلم فيها واللي كل ناس بتكلم فيها عقلية اللعب اللي احترف اللي سافر فحسن لأ لازم أطلع دلوقتي عشان ممكن أتصاب وبالفعل الحقيقة تغيير رائع لمرت اللي صارتي إن هو برضو أصر على تغيير رمضان صبحي أو خروج رمضان صبحي في الوقت ده لإنه أسامة برضو خلينا نتكلم وإحنا تكلمنا وحذرنا قبل بداية المباراة إن يجب أن يكون هناك تدوير أو روتيشن لللاعبين خلال الفترة القادمة لإنه كل 3-4 تيام مباراة سواء في الدوري أو في البطولة الأفريقية بتؤثر وبشكل كبير جدا على اللعبين المتحدثين طبعا في البداية بنبارك لناد الأهلي 3 نقاط مهمين جدا في مسيرة إنك إنت تقدر تنافس على بطولة الدوري وقلنا فيه فترة من الفترات إنت عينك أول حاجة أو أهدافك هي 3 بونت بعد كده الأداء بيجي النهاردة ما شاء الله الشوط الأول أداء هايل فيه تنوع هجومي سواء من على الأطراف سواء من على أولية الاستحواز أو سواء عملية الضغط اللي احنا قولنا النهاردة ودي دجلة بيلعب دايما عملية التحضير والاستحواز لازم تبدأ بداية قوية في الضغط الناد الأهلي النهاردة ما شاء الله ضغط يعني ضغط عالي جدا كان ممكن يحرز أهداف مبكرا وبدركة تساهل وتريح الدنيا الشوط الثاني الآية تعاكست شوية اللي عمله الناد الأهلي في الشوط الأولاني هي عملية الضغط لا حصل عملية تراجع شوية سبت التلت الأخير اللي ودي دجلة يحضروا فيه براحتهم كرة بدأت تروح نص الملعب ما بقاش فيه الضغط حتى في مطلة نص الملعب فده الإبدا لوادي دجلة الأفضلية شوية لكن كان شوط أولاني هايل للناد الأهلي الشوط الثاني برضو يا كابتن إسلام ممكن نقول عملية الإصابة دي أو التغييرات لعبة دور مهمة جدا في شكل وأداء الناد الأهلي الشوط التالي نهارده لو أنت أسر إبراهيم موجود بحالته وموجود في الملعب أكيد يكون موجود مش هتغير مساك بمساك كان ممكن بقى تقدر تغير نصر ماهر اللي يقدر يتحكم بقى في رتم اللعب اللي يقدر يعمل لك عملية الاستحواز اللي تديك أفضلية في الشوط التالي لكن كان عندك الصوبات مضطر أنك أنت تغير رمضان صباحا بجرالدو بالزبط يعني التغييرات أثرت بشكل سلبي بالفعل كان ممكن يكون هناك تغيير آخر اللعبة دي ممكن يغير صالح جمعة صالح جمعة مبارزة النهاردة كان هيباليه دور مهم جدا بقى في عملية الاستحواز من الأول أنت بالطالب وإحنا عادين الكل كان بيطالب نزول صالح جمعة على الأل في النص التاني من الشوط التاني لكنك أنت لو هو صالح جمعة نزل يبدأ بقى مع نيدفيد مع عمر السلية يقدر تقدر تعمل عملية الاستحواز اللي بيتمايز ودي دجل لكن لصارتي فضل يعني يلعب على عملية الانطلاقات بقى قفل نص الملعب وحاب يلعب على انطلاقات جرالدو انطلاقات حسين الشحات السرعات الموجودة قدام وعملت برضو شكل خطورة يعني احنا شوفنا دربة جزاء رمضان صبحي شوفنا جرالدو لما نزل خد كذا مشوار من ناحية اليمين شوفنا ظهور ناصر ماهر في كورة لو كان ممكن أحرز منها هدف كريم نيدفيد بدأت الانطلاقات من تحت لكن في مجمل براء شوت أول هايل للنادل أهلي بكل اللعبة اللي كانت موجودة في مص الملعب سواء البكين محمد هاني وعلي معلول الهدف الأولاني هدفه ماز جدا للنادل أهلي مضبوط العملية تمت من عند عمر السلية لعب رمضان صبح رمضان صبح الكرة اللي احنا بنتكلم عنها وحصلت في مرض سموحة وحصلت في براءة فيتا كلاب وفيتا كلاب بيقف على الكرة سواء كان حسين الشحات أو ران صبحي وران صبحي استنى على الكرة لما علي معلول عداء وحطها له هنا بقى الدقة الدقة المميز بقى علي معلول رفع عينه وعملها اللي تحت العمر السلية اللي هو بدأ الهجمة من تحت نفس الكرة دي ونفس اللعبة بص هنا في نفس اللعبة عمر السلية هو اللي بدأ من تحت اداها لرمضان صبحي رمضان صبحي خستلم الكرة وراح قابل الراجل بص الكرة دي هي اللي فتحت له المساحة وعلي معلول تحرك هاي لصراحة علم معلول تحرك ممتاز هو يعني 90% من الهدف علم معلول رفع عينه وحطها العمر السلية طبعا هنا بطن رجله قوي جدا حتى ممكن تبقى في ايد أوسى عب منصف لكن الكرة سريعة مقدرش انه يعني يصدها لكن هدف هدف رأى من العمر السلية هدف مميز الحقيقة كان الناد الأهلي ممكن يزيد الغلة بقى في شرط لولاني في أول نص ساعة دا كان الناد الأهلي يستطيع انه كل كرة يختف تقدر تريح بقى الدنيا وتبدأ حتى الضغط أسطول واحد صف انت وادي دجلة في المباراة طبعا ظهر لهم كذا فرصة في محمد الشناوي في الشرط التاني صده كرة طبعا اللي كانت بالدماغ دي من لعب وادي دجلة اللي شلها من على الخط طبعا كان مميز فيها محمد الشناوي بشكل كبير جدا لكن في ضربة الجزاء كان فيه استعجال شوية ورعونة من الشناوي في طلوعه يعني دي منطقة كان ممكن محمد هاني أو ساعد سامير أو اللي معاد كرة مع الراجل يقدر يتعامل معه بشكل كويس جدا لازم الشناوي كان يهدى في الكرة دي ما يطلعش بره التلت خشبات متوعه هو سهل الموضوع اللي طبعا وهي طبعا كرة ما فيهاش حاجة يعني نسا نسمع طبعا رأي كابتن سامير عصبان لكن وجهت نظر كابتن سامير عصبان النهاردة عنده شغل جابتن المرة اللي فاتت حسد نفسه وقالك ما عنديش حاجة دعب الكرتين دول ما يجوا فوق قال له سامير بيقول له فين الحاجات دي انت عايش شوفها ومتكلم أنا أنا ما عنديش شغل الكرتين بس هو هالكرتين من هنا بدربتين جزاء بعدها على طول ماشي يا الله كابتن سامير طبعا ده سبحة في الكرة دي كان لازم طبعا يعمل بالعرض من بدر شوية لحسين الشحات كان يبقى يساهل الدنيا لكن طبعا المجمع المبارش بقول له زماركة الإسلام شوط أول هاي للناد الأهلي وشوط تاني أقل شوية من شوط الأولاني طيب هنرجع برضو نتكلم عن التغييرات وهو جيرالدو لما نزل كان بيلح اسألك طبعا السؤال ده ولكن عشان تفكر فيه ولكن جيرالدو لما نزل ان احنا ناس كتيرة جدا كنت تكلم عنه شايفاء بيلعب زي باكرايت لا زي باكرايت كان بينزل لتحت كتير جدا وحاخد رأيكو في هذا الموضوع ولكن خلينا نروح نشوف كريم أحمد مع كابتن محمد يوسف حيقولولنا ايه عن هذه المباراة بجد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر كل مشاهدي وجمهور النادي الألي في كل مكان سريعا نضاميلي الكابتن محمد يوسف المدارب العامل فريق النادي الألي كابتن يوسف ببرك لك النهاردة جيم رائعة تكتيكية يمكن واضح بشكل كبير قراءة فنية كانت رائعة من الجهاز الفني أفنى بشكل كبير على البدايات التلت الأولاني كان فيه شغل كبير جدا كابتن يوسف تقييمك بشكل عامل المباراة والشغل النهاردة كان واضح أول نهاردة بالنسبة للجهاز الفني يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد المبروك طبعا على الثلاث نقاط وده الهدف الأول بتاعنا مهم جدا ان انت بتبحث عن اهداف الاساسية بتاعتك ومنها الحصول على الثلاث نقاط النهاردة بتلاعب فريق منظم فريق عنده ثبات طبعا في الجهاز الفني بتاعه وعنده ايضا فكر بينفزه من بداية الدورة بصرف النظر عن النتيجة وبصرف النظر عن توقيت المباراة دي النقطة اللي كانت مهمة جدا كانت درسناهم وبيبتدوا من وراء وبيبتدوا وبيبنوا من وراء بشكل معين وبينزل بتحركات معينة فضغطنا عليهم طبعا في الشوت الأول ضغط عالي كويس جدا وقدناه بشكل كويس للشوت الثاني غيرنا الشكل شوية بتاعنا وبدأنا نرجع للسرعات بتاعت صلاح محشن وجرالد لما نزل على اساس ان احنا طبيعي جدا واحد سفر هم هيبدأوا ييجوا انا شايف الشوت الثاني كمان لعيد ما بفكر مميز جدا يمكن لحتلنا اكتر من فرصة في الحجمات المتدى منها رمضان الصبح يادر يجيب الضربة الجزاء وايضا لحتلنا اكتر من فرصة تانية يعني بدكة شوية بس في اللمسة الاخيرة كنا ممكن نروح نجيب الثالث والرابع بس انا بقول جيم كويس جدا الحمد لله مشين في الخط بتاعنا مشين في المسيرة بتاعتنا نتمنى ان شاء الله ان احنا مع كسافة المواطشات العالية نقدر ان شاء الله ان احنا نواصل عندنا مواطش يوم اثنين مهمة جدا مع سينبا التنزاني في ابطال افريقيا نتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى ماشيين بخطوة كويس ان شاء الله فقدان عدد من اللعيبة في كل المباراة لكن بيرجع لنا جرالدو بنشوفه ساعد صلاح بيخشنا لعيبة كتير لكن ممكن احمق يا ياسر ورمضان لسه يبقى في لحصة طبي على المعتقد بكرة كابتن يسر اه طبعا انا دكتور طبعا صعب جدا لصابات العضلية يحدد على طول بعد المباراة لان بتحتاج وقت وعبال ما تقهده لكن نتمنى ان شاء الله ان هي تكون بسيطة نتمنى ما تخدش فترات طويلة في العلاج عايز اقول اه يعني احنا بنلعب بكسافة ماتشرة عالية وده اطurf بقى ان ان احنا لزم نتعامل مع المتاح انت بتلعب يوم اربعة و و يوم 8 و بعدين يوم اتناشر و بعدين بتلعب يوم 18 في افريقيا و بعدين بتلعب 24 في مصر هنا و بعدين 28 و داخل على يوم 28 و اiftنين و ا ops و ل Depois و ا LOI هتعمل ايه اه مفيش يعني انا مش عايز اتكلم في الحيطة دي لكن هو ده اطرنا ان شاء الله لما يرجع لنا المصابين كل شوية يعني كل يوم أو يومين بيخشلنا ناس من المصابين وبالتالي هتقدر تعمل تدوير وتريح لعيبة والدخل لعيبة فهيبقى المتاح أحسن عشان انت بتطلب بحاجتين بتطلب ان انت بتعمل تدوير لكن في ناس الوقت مطالب بنتائج طبعا مبارات سنبة مهمة جدا وليها حسابات خاصة وليها تحضيرات خاصة لان لو بصنا النتجات مع الدافيتا لا الامر مختلف لو بصنا المباراتهم الأولى ويكسبوا ثلاثة لامر مختلف مع عزال فريق كابتين مهم طبعا مهم جدا المجموعة لسه الوضع فيها مش مطامئن لأي فريق مباراة على ملعبنا عندنا اربع نقاط هتقابل تسنبة عنده تلات نقاط خسر المطش اللي فات بنتيجة سقيلة وهيبقى عايز بقى فيه شراسة منه عايز حتى اقل شيء انه يطلع بنقطة فديه طبعا بالنسبة لنا هتبقى مباراة مهمة جدا نركز لها وبدأنا ندرس فيهم فيديوهاتهم بمتشاطهم حتى لتأهلوا بيها ونتمنى ان شاء الله ان نكون موفقين يوم السبت شكرا الله يخليك بنشكر اكيد لكابتن محمد يوسف على هذه التصراحات مجود مميز جدا وراء عمل عائلة النادي الالي بالتوازي مع الجهاز الفني اللي بيشتغل بشكل كبير جدا زي ما كدنا قلنا كابتن اسلام جمل تكتيكية ببان في الملعب تحفيز بشكل مستمر في التدريبات النهاردة كمان الاداء كان تكتيكيا كان ظهر بشكل مميز جدا وقراءة كانت اكثر من رائعة لمستمرت ليه فريق ودي دجلة يمكن الحمد لله نادي الالي قدر يستفيد بهذه المباراة نتيجة واداء لكن الامر المحزن انت عارف كابتن اسلام ان احنا بنفقد عدد من اللعيبة كل مرشاته يمكن كنت بقول بنتمنى ان شاء الله ما نفرش بالصبات لكن ان شاء الله بإذن الله اللي جاي احسن خلال المباراة القادمة عاودي لك كابتن اسلام حاجة غريبة جدا لكن هادي هي كرة القدم ودايما هنشوف المؤمن دايما مصاب مؤمن سافر بقى غلاص طيب كابتن شريف بقولك هنقوله بس هنقوله بس والله حاجة كنا نتكلم عن جيرالدو ما عرفش حسين ان هو بلعب باكرايت اه انت في احساس ان احنا حصل علينا ضغط شوية اه احنا اتأخرنا خدناهم من دايم 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 بلعبنا زون دفنس كده حسنت ان احنا بدلا ما كنا بنقامل من بدري اوي كلنا رجعنا لغاية نص ملعب بنقامل من نص ملعب ما قالك كابتن محمد وكابتن سامي قالوا ان هما غيروا سيست باللعب غيروا طريقة اللعبة ارجو ان هما مغيروش تاني اه 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 بسبب هو عارف الفرق ان فريقه مش هيقدر يكمل تسعين ديابة هذا الضغط فبيرجع شوية ريع بدليل ان اخر مثلا اخر خمس دقائق اخر عشر دقائق قدرنا تاني نروح مرة تانية من قدام ونضغط على الفرق من قدام مثلا اه او يمكن ايه عايز يفتح نفسه مساحات في الامتلاقات بتاعت اللعبة بتاعت العمدان فرحي يقدر يطلع وزي ما هو عمل كده وعمل كام كونتر اتاك لطيف جدا بس احنا يبقى تلت ملعب يعني مش نص ملعب يعني زون دفنس مسلا بالتريحة دي وكه اقابلهم بردو بدر شوية في التلت بتاحهم مش عندنا اوصل لعيب كده لغاية نص ملعب حتى لو بيعرفوش لعبوا كرة الفرق حتى لو بيعرفوش لعبوا كرة الفرق هيروح من لك ذا الفرقية واحدة تشيب في الامتاشر بتاعتك ويركابوا بقى فوق مثلا يعني بولك حتى لو بتلعب فرق بتلعبش زوادي دجلة بتديها الفرصة انها تروحها عندنا لغاية 18 بسروباس او اي حاجة او تحركات فجيرالدو بقى النهاردة لما ندل ورح ندل ناحية اليمين هو قد ده فرصة تحرر لرمضان صبحي انه ياخد المكان ده مكان اجعي فابتدى رمضان صبحي يتحرر شوية من قصة انه هو يبقى على طول على الطرف وجيرالدو عطار فبقيتش حاس بيها اوه ان فيه كله على الطرف انما كان فيه مساعدة من جيرالدو انه هو يرجع ويقفل مع الناس من الشكل التدوير اللي كانوا بتعملها وادي دجلة حاسنا ان وادي دجلة مسكو الكورة حاسنا ان وادي دجلة عايز يعمل حاجة حاسنا ان فيه رجل ندل لعيب كورة بيعمل تحركات جميلة جدا ونضاي وعملين شغل الحياة في التحركات في العمق فكان لازم يبقى فيه سابورت ولازم يبقى فيه هيلبنج من الفراودة اللي هي احنا بنسميها اول ديفنس بالنسبان فكان دي طبيعة جيرالدو انه هو يرجع وهو عنده من الميزة الانطلاقات يعني تقدر ينزل معك كده ويستمامها من بدري وياخد الانطلاقات في الفاضي ده كل وعملها على تاجد مرتين تمام طيب قبل بس برضو ما روح للكابتن بلالو كابتن اسامة خلا نطلع نشوف ايضا كريم احمد مع كابتن ساد عبد الحفيز نشوف هيقولنا ايه في هذه المبارة بجد التحية لك كابتن اسلام الشاطر كل مشاهدي ومتابع قناة الالي في كل مكان فوز مهم والنادي الالي باستمر في الانتصارات النهاردة كمان كان جيم تكتيك على اعلى مستوى كابتن ساد عبد الحفيز مدير الكرة كابتن ساد ببريك لكن النهاردة يمكن بنقور رغم كل الظروف لكن النهاردة في جيم تكتيك رائع النهاردة قرينا بشكل كويس فريق النادي والدجلة تلت اللي قدام كان فيه شغل كبير جدا مباراة في السياق الدوري مباراة صعبة في توقيت برضو صعب خصوصا احنا مقبلين على مباراة سيمبا طبعا انت في الفترة برضو محتاج ان انت تبقى دايما بتعمل ضغط على فرقة المنافسة فهذا مهم جدا جدا يعني مباراة مع فرقة عندها جهاز فني على مستوى جدا بتلعب بشكل معين بتكتيك معين يعني طريقة الاستحواز من خلال التحضير من وراء يعني فكان مهم جدا مستر لسامتي ادر اللقاء بشكل كويس جدا يعني جاتلنا حوالي 8 او 7 فرص ممكن كان ممكن شوط الاولى يخرج باكتر من اتنين عملنا مع اللقاء بشكل ايجابي جدا احترمنا فرقة ودي دجلة بالانكيات وقدرات وطريقة التحفيز اللي عملها معهم المدير الفاني اللي عم قدم موسم طيب جدا جدا والحمد لله على المكسر يعني مكاسب عديدة كمان نشوف صلاح وسعد سمير وجرالدو كمان نهاردة بياخد فرص يمكن مكاسب عديدة كابتائز كمان نهاردة بجانب المورة يعني طبعا مكاسب كويسة بعودة الناس ذات لكن كمان يمكن بيخرج ياسر النهاردة الحمد لله يعني مفيش حاجة مزايت ولا في حاجة شدت منه هي بيقول على وصف ياسر يعني انها افشة جدا فهستنى دقيقة واللدقتين انها تفق يعني لكن دم حصل شي فبردو الراجل قال على طول والدكتور فقدل ان هو يطلع مباشرة ايا كان الوضع احنا في مرحلة زي ما انا قلت بيرجع لك اثنين تلاتة حتى لو فيه اصابات يعني او اجهاد وارد جدا جدا لكن احنا مصممين على اللي احنا عايزين ومصممين على الهدف اللي هنا عايزين نحقه وان شاء رحمن هنحقه وان شاء رحمن هنحقه انا رمضان يعني كان قال انها فيه بدأ تقل في العضلات بشكل عام يعني تمام والرجل يعني فكر على طول في تغييرته لكن بصلاح محسن وده برضو عشان تعرف انت عندك مباراة افريقية ومباراة في الدوري والمباراة مطلحكة يعني فالحمد اللي على كل شيء مباراة السن بمهم جدا التحضير لك سيد امكان انشان بص على النتائج بالنسبة للمباراة التانية لابد يكون في تحضير جايج جدا لمباراة السن بصدر مجموعات اجبه بالدوري يعني هي دي زي ما بيحصل السراط دايما في الدوري برضو بطراء افريقية كده وخصصا في مرحلة تجميع النقاط مباراة سن بمباراة صعبة ومباراة مهمة خصوصا ان انت هتقابلها وبعدين هتتلع تقابلها مرة تانية في ارضاها يعني هي عندها خط هجومي كويس جدا عندهم اللعيب اللي هو سبعة النجم منتخب اوغندا ووحن من العناصر المميزة جدا جدا برضو عندها طريق تحضير اشبه بفرقة ودي ديجلة كده لكن في العموم احنا بنتعامل بيجابية جدا وان شاء الرحمن حق اللي احنا عايزين مبروك يعني برضو عايز اقول حاجة مهمة جدا يعني لأ يعني طبعا بغض النظر عن اللي بيحصل النهاردة او حاجة يعني عشان برضو اي كلمة اي الهمسة بتبقى فيها نوع من الانتقادات او نوع حتى من الكلامي كتير جدا يعني مش هتكلم على ضربة الجزاء اللي هي ولا هتكلم على ضربة الجزاء اللي عليها يعني مش هقول حاجة خالص يعني لكن في النهاية هسيب الموضوع ده للخبارات التحكميين يشوفوا هل دي ضرب الجزاء ولا لأ مش أنا اللي هقولها مع اني متأكد منها لكن مش هقولها يعني لكن عندي معلومتين معلومة انا هقولها ومعلومة تانية حد يقولها لي يعني حد يقوللي المعلومة اللي انا مش عارفة في واحدة انا عارفة هقولها للناس وفي واحدة حد يقول هالي عشان الامر يبقى واضح جدا المعلومة الاولى يمكنني يبدو ان الناس ما تعرفش ان كابتن محمود البنة الحكم المصري القدير والدولي يعني الراجل ده حكم حكم للتراجي التونسي اكتر من حكم لنات زمالك يعني حكم للتراجي التونسي في الدوري المحلي اخر موسمين اكتر من حكم لنات زمالك حكم في ستاد رادس في تونس وحكم في ستاد المهدي المهيري اللي هو في سفاكس اكتر من ماجيه هنا بوتر سورت ملعب نات زمالك أنا مليش علاقة دي معلومة بقولها مش نقض على أي حاجة هل المعلومة صحة ولا غلط أنا متأكد أنه صحة في آخر سنتين ده محكمش خالص إطلاقا يعني مش أنا اللي أقول لكن أنا بقول معلومة يعني هل هل الحكم الدوري المصري ما يحكمش في الدوري المصري ويحكم في الدوري التونسي أكتر دي معلومة الحاجة الثانية اللي أنا معرفاش اللي أنا معرفاش وعايز حدي يعرفه لي ويقول هالي إمتى عشان المعلومة دي نقص عندي مش نقض في حد ولا حاجة هي معلومة وقبل ما حد يهجمني أو حد يبقى معايا يقول هل المعلومة صح ولا غلط يديهاني أنا مش عارفها بصراح يعني في أكتوبر 2017 أكتوبر 2017 إحنا في 2019 كان في مباراة ما بين الزمالك وطنطة على الساد المحلة انتهت واحد وحد محمود باسيوني كان في القائمة الدولية كابتن محمود باسيوني كان في القائمة الدولية حسب راكل الجزاء في آخر عشر دقائق اللي يعرف هيقول هالي ما تهاجمنيش بس اسأل الأول هل حكم أنا معرفاش والله ابعت لي رسالة وقل لي حكم مباراة كذا وكذا من آخر مباراة حكم فيها أو حسب فيها ضرب الجزاء انتهت واحد وحد نفس الأمر بالنسبة لكابتن محمود صباحي من 3-4 شهور حكم مباراة ما بين الزمالك واسموحة وحسب راكل الجزاء وانتهت المباراة واحد وحد هل كابتن محمود صباحي حكم مباراة لنات الزمالك بعدها ولا لا هي معلومة قال هالي ما فيهاش نقض خلص ما ليش علاقة بكابتن أحمد غندور النهاردة اطلاقا هل هي ضرب الجزاء هل هي مش ضرب الجزاء قول له انتوا عايزينه أنا قلت معلومتي وعايز حد اللي أنا معرفهاش يردني يعني هل كابتن محمود باسيوني لما كان في القايمة الدولية في الوقت ده وبعد راكلة الجزاء دي حكم تاني ولا لا وبعد كده كابتن محمود صباحي بعد راكلة الجزاء دي حكم تاني ولا لا أنا معرفش هي تهكم ولا نوع من الانتقاد هي معلومة قال هالي بس ما حدش يطلع يقول مثلا انت بتهاجم حد أنا معرفش المعلومة دي بجد يعني اللي موجود في الستوديو سواء كان كابتن اسلام الشاطر أو كابتن سامير عثمان في الأمور التحكمية يقول لي يقول لي محمود باسيوني كابتن محمود باسيوني مع حفظ الألقاء بالتأكيد يعني لعلق حكم المباراة بعد اللي قال لنا من أكتوبر 2017 من أكتوبر 2017 وكابتن محمد صباحي بعد الموردي هل حكم ولا لا أعظم ده مفوش أي دوع من التجريح ولا ماليش علاقة باللي حصل النهاردة اطلاقا أنا عندي ثقة في كل الحكام زي ما بتحسب علي بينالت النهاردة مفيش مشكلة خالص شأنت شافي أنه بينالت خلاص مفيش مشكلة أنا متأكد أن اللي جاي لازم هتعمل كده لأنها مش مستهلة أنت بتكلم في الأمطار الأخيرة أو الجزء الأخير أو الجزء الثاني آسف من الدوري والعملية ما بقاش فيه فرق خلاص في النقاط نحن لست عندنا مباراتين مع الزمالك فما فيش فرق خلاص في النقاط فأنا متأكد من حكامنا ومتأكد من إدارتهم لللعبة عندي مش عايز أقول تحفظ على حاجة لا خالص عندي ممكن تباليها رؤية في الملعب أنا شايفها مش ضرب الجزاء أنت في الأمور التحكمية شايفينها ضرب الجزاء لكن هل هل المعلومات اللي أنا قلته دي صح ولا غلا بنشكر أكيد الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة ويمكن تسألات عديدة جدا كابتن إسلام في الأستوديو التحليل يبقى طبعا أكيد يبقى لكم حديث كبير جدا واضح أن الكابتن سيد عبد الحفيز عنده معلومات كثيرة جدا 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 عن التحكم لكن أكيد أن إن شاء الله بإذن الله يبقى لكم كلام كبير مع الأستوديو التحليل يبقى لكم كمان كابتن سيد عبد الحفيز يعني لأ هو كابتن سيد وأنا معرفش برضو إي وجهة نظره في هذا الموضوع ولكنه يعني أنا ما أكلمتوش معرفش لكن أنا متخيل أنه هو بيقول كده إن الحكام دي لما بتحسب ضرب الجزاء على نادي الزمالك ما بتجيش تحكم له تاني نتحكمش تاني فيم ما دي النقطة التانية دي النقطة التانية نوع الحكام الدولية ليه بتهرب الحكام أو ليه ما بتحكمش عشان كده عشان الحتة دي الحكام الدولية اللي هما المعروفة اللي هما المفترض اللي هما من أفضل حكام في مصر اللي بيحكمون نتزى مالك يحسبوا ركلات جزاء أو نتيجة تطلع السلبية فبالتالي خلاص المتشات اللي بعد كده ما بيتم يعني خلاص أهم ما بيروحوش أو ما بيتموش إحنا لو دل الجزاء بتاعيتنا الحكام بينه وبين اللعيب خطوطين صح إه لو مش ضرب الجزاء لو مش ممكن هياخد الكرار دف ثانية كده ولا بص الحد ولا بقى هو شايف إن فيه حالة حصلت وفيه الراجل بيحجز على كرته عشان ياخدها اللي الناس بتشتت فيها وبتتكلم تقول لك أطلع زق اللعيب عشان ياخده كرة بتاعته لا هو حجز هو حجز عليها سمير كابتل سمير شايفها معنا يحجز عليها وخدها وراح فى الراجل أنا بس نعنكلم فيه حتى كابتل سمير قال كابتل الحكم بينه وبين اللعبة مترين ده كابتل بقول حاجة بره وبيرجع خش هنا وقول حاجة تانية خالص ده منك منك لسمير بقى هو ما أنا بقول لك إنه ما هي درب الجزاء درب الجزاء التانية بقى بتاعت وادي دجلة هتلاقي فيها 700 ألف حركاية أو 700 ألف هو بقى سمير يبقى بالله مش عايد أقول لك بقى أنا رأيي هو كان الكابتن سيد بتكلم على محمود البنة وتحكمه لنادي الزمالك ما عرفش إحنا تقريبا أنه وجهة النظر يعني أنا حاول أتكلم سيد بعد الاسطور 14-3-2018 14-3-2018 كان ماتش الزمالك والرجاء ده آخر مباراة حكمها نادي أو الكابتن محمود البنة لنادي الزمالك الزمالك والرجاء في 14-3-14 مارس 2018 الموسم الماضي الموسم الماضي مش الرجاء المغربي الموسم المدوري ما يمكنك تبشي خلينا لك الرجاء المغربي بمناسبة أنه هو بيحكم في تونس أكتر يعني هتكلمش الزمالك كان قاما في أفريقيا خارج لا لا أنا بتكلم عن الرجاء أو صح الرجاء أنا بهزر كابتن أنا بهزر صح الرجاء ومحمود الكابتن محمود البنة 14-3-2018 احنا بنأكد معلومة الكابتن سيد عبد الحفيز وتاني حاجة أن الكابتن محمود بسيوني لم يحكم لنادي الزمالك خلال فترة طويلة الكابتن الصباحي برضو نفس الكلام لم يحكم لنادي الزمالك منذ احتسابه وآخر درب الجزاء ضد نادي سموحة في مباراته الأخيرة يعني خلينا نتكلف الكلام ده كله مع الكابتن سمير عثمان ونشوف بقى هو مش ألك أنا ما عنديش حاجة طب خد بقى كابتن سمير طيب نرجع للمباراة مرة تانية كابتن بلان التغييرات اللي عملها مستر مارتل أسارتي كان التغييرات كلها مجبر عليها او اثنين من التلات كان مجبر ان هو يعملهم وبالتالي شكل الأداء لم يتغير في الشوت التاني بطبيعة الحالي انت النهاردة يعني انت الموديل الفني ببحاطة طبعا حتى يعني خصوص ما بين الشوتين ببحاطة التغييرات عشان خاطر في بعض الأواد بيقول لك مثلا لو ريت من الأداء ألف هبتدي نزل لعيبة عندها سرعات او عندها إمكانيات مهارية عالية لعيبة ممكن تمسك كورة تستحوز يعني انه النهاردة زي ما قال كابتن شريف كابتن سامح افتخذنا النهاردة صالح جمعة في الملعة هو ده كان ممكن يعمل لك الحل اللي احنا اللي بندور عليه لو رعيب عب الضبط يمسك كورة يقف عليه يبصي من رجل الرجل هو ده العيب اللي بعرف هم الحتة دي بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت بيقدرين الفرقة من الحتة الدفاعية للحتة الهجومية فطبعا النهاردة تغيير صراحة مكانش موجود لان انت عرض لعرضك بردو تغييرتين إجباري وكل مباراة بالنسبة لك بتغير بردو تغييرتين إجبارية لما ياسر ورمضان صبح للأسف يعني نهاردة ياسر طبعا نزول سعدي سامير مكان ياسر ده تغيير إجباري خلاص انت اضطريت ان انت تعمله الشوت الأول نتيجة الإصابة تغيير التاني برضو خروج رمضان صبح نزول سراحة محسن برضو خد بالك ده يفر معك كتير جدا تبعا بتغير لعيب بإمكانيات وتنزل لعيب بإمكانات تانية مختلفة خالص فانت بتغير رد ماغك بالضبط من شكل الأداء بتبقى مجبر على تغيير طريقة اللعب يعني زي مالك ابت محمد يوسف احنا غيرنا طريقة اللعبة شوت تاني ولكن التغييرات نفسها بتغير لك برضو رتم اللعبة بتاعك انت بتنزل لعيب عنده سرعة اللعيب اللعبة عنده سرعة ده مش هتنتظر منه انه يفعل كرة ويباصل من رجل الرجل لا انت هتنتظر منه انه يلعب اللعبة بتاعه الطبيعي اذا ما شفنا صراحة محسن الشوت لما نازل كل كرة عايز يغل الكرة ويشتغل الشغل بتاعه يجرب الكرة عايز يعمل سبرينتات عايز يروح لجول وفي نفس الوقت انت عندك مقود كبير جدا واللعيبة مش قادر تكمل معا فبالتالي انت أصبحت معزول من حتة الحتة حتة الجميع بايدة حتة الدفاعية ووسط المقعد فساعات التغييرات بتغير لك من رتم المتش وبتغير لك من فكرك وغصب عنك وده اللي حصل مع سرعة الشوت التاني ممكن التغيير اللي تالتة بتاعت جيرالدو تتكلم معنا كابتن شريف ان جيرالدو في بعض الاواد احنا كنا نشوف نحتل مين او باك رايت مثلا زي ما تكتب تكلم يا اسلام لان خطبالك دجلة الشوت التاني كان كل تركيزه نحت شمال فبطبيعة الحال ماينفعش يسيد محمد هاني اتنين على واحد اتنين مميزين جدا ان كان باللعب على محمد هاني اللي هو فاسيليوس تمام وبييجي من وراء اسام العزب الاتنين بيكملوا وحسما عرفت في بعض الاواد التلاتة مميزين جدا والتلاتة برعب نحت شمال فكان من الصعب جدا ان جيرالدو ما يكملش معاه هتبقى خطر وكمان الخطورة اسام العزباحة اللي مين عمرو صلاح عمرو صلاح عمرو صلاح كان من الصعب ان يسيبه يسيب اتنين على واحد لان خطبالك برضو الامكانيات الدفاعية بتاعت محمد هاني اتنين على واحد هتبقى صعبة جدا الشوت الاول كان برضو التركيز من ناحة محمد هاني دايماً اتنين على اتنين دايماً يوجد موقف اتنين على واحد لان الكرات العرضية خطرة جدا بالنسبة لولا ديجلا وكانوا بيشتغلوا عليها بشكل كبير جدا والكلام ده قلناه من قبل المباراة وانا ديجلا يحاول يستغل ورا الباكين عشان يعمل الخطورة بتاعته عشان كده شفنا جيرالدو كتير بيلعب بيسند محمد هاني في ناحة الدفاعية فعشان كده بقول لك التغييرات بتاعت مستلاساتي برضو اجبارته ان هو يغير سيستم اللاعب لانه مش حايز يلعب به نهارده انا راجل كسبان الشروط التاني محتاج انا انا لما رجل رجل استحوص بشكل كبير اطلع الفرقة كلها تطلع في الهجمة كلها ترجع تاني فالتغلت اجبارته ان هو يغير سيستم اللاعب خالص تمام كابتل اسامة طريقة وادي ديجلا انت اتبسطت بالطريقة هو المدير الفاني لودي ديجلا هو ده نفس الاسلوب اللي ابتدى به مع وادي ديجلا من اول مباراة كسبان خسران هو ده شكل والاسلوب بتاعه لا تغيروش خالص وحتى ده نقلوا القطاع الناشئين في وادي ديجلا انهم يلعبوا بالشكل والاسلوب ده برغم ان وادي ديجلا برضو يعني في منطقة مهددة ممكن بالهبوط بعد كده النهارده لو بصينا وادي ديجلا هتلاقيه في المركز الستاشر التالت من تحت فبرضو محافظ على نفس الشكل ونفس الاسلوب فهو مقتنع الراجل بالاسلوب ده اللي بنجح طريقة وادي ديجلا او الشكل اللي بيظهر به وادي ديجلا فعملية التحضير انه هو عنده الناس المساكين اللي تحت زي رمضان بيكا مخايد رمضان بيجيدوا عملية الاسلام حفظنا اسمهم من تحيان واللي بنجح كمان يا كابتن اسلام الاسلوب بتاع وادي ديجلا ان دايما البكين عندهم عمر صالح وسامل عزب فعملية التحضير بتلاقيهم دايما في نص الملعب ما بيستلموش من تحت لكن النهارده النادي الاهلي في الشروط الاولاني يعني كان فيه اخضاء كتير من النادي ديجلا قدر النهارده يخلق الاخضاء دي من خلال الضغط اللي عمله عالي جدا من عن طريق رمضان صبحي واحسين الشحات وناصر ماهر واجهيه واللي نجح برضه اسلوب النادي الاهلي في الشروط الاولاني كان عمرو السلية وندفد عمله النهارده مباراة من وجهة نظر السلية وندفد ما شاء الله يعني مستوى هاية برغم أن النهاردة ناصر مهر ما كانش في مستوى وما كانش في حالته التالت بتاع نص الملعب لكن الاتنين النهاردة كانوا قايمين بدور كبير جدا في نص الملعب لازم برضه أشيل بكريم نيدفيد أفضل مركز لكريم نيدفيد هو لاعب وسط الملعب أفضل كمان من البكرا كان بيدغط النهاردة عنده الكوة والاتحامات النهاردة اللي كانت بتخليطة الكرة بشكل مميز شفناها في كذا كرة برضه التكملة تعته والتزداد تعته عمر السلية ده ماشاء الله برضه في عملية الاستحواز والسيطرة والضغط كان برضه مميز لكن المدير الفني اللي ودي جلا هو ده الأسلوب بتاعه بتاع الكرات الوسيارة دايما عملية الاستحواز بيلعب وراء لعب منصف ويقدر يلعب بالشكل ده ناد الأهلي في شوط تاني لما ما ضغطش بدأت بقى تظهر خطورة ودي جلا في عملية الاستحواز كل اللي عيد بيستلم يلف براحته يبدأ يرفع عينه يبدأ يعمل الباص علشان كده ظهرت خطورة ودي دجل ده رمضان صباح طبعا عمل نهارده مباراة هائلة مفتاح لعب هجومي كبير جدا للناد الأهلي عمل خطورة وحتى الاحتراف قدر رمضان صبحي عملية الاحتكاك والكوة والتحجيز على الكورة برضه ماشاء الله ده ظهر من خلال الاحتراف الدوري الإنجليزي الدوري برضه اللي اداله حتة التحامات القوية دي بص عايز اكمل على كلام اسامة عايز اقول الحاجة المهمة اللي اتكلمنا فيها عبل المباراة انك ما تسيبش الفرع اللي قدامك تلعب بالشكل اللي هي عايزها بالزبط رجل الشوت التاني لعب بالشكل اللي هو عايزه بالزبط عايز يستحوز رجل الرجل خلاص فابتدى يبقى له شكل شكل هجومي تمام وشكل داخل الملعب كبير الشكل اللي هو بتاعه انه بتدى زمال كابتن شريف انت تلعب اللي عندها سرعات ومهارة يستغل السرعات والمهارات بتاعته ده لو قادروا يوصل للجون اكتر ممرة عملوا عرضات كانت فيه واحدة كمان كممكن تتساجل هذا في الانقاذة الشناوي الانقاذة الشناوي التعاتلال نهي عبزهاية دي الانقاذة دي كانت ممكن تغير سير المباراة تماما مزبوط فانت النهاردة لما سيبت دجلة يلعب بشخصيته في الملعب وبالطريقة اللي عايزها كان خطر على النادي الآلي الشوط الاول لما كنتش مدينه مساحاته كنت ضغط عليه شوفنا ازاي كان بيعمل كان ملعب الكرات الطويلة فسرعة بس كميت المس بس كمان اللي اتعملت والضغط من ضغط النادي الآلي طبعا كتيرة جدا حاجة التانية اللي بس عايز اقولها حسين الشحات تمام لعيب مهم جدا داخل النادي الآلي بس انا محتاجه يغير شوية يطور من نفسه شوية يعني حسين دايما بستلم لبار يعني مهم جدا برضو حسين عشان يعمل جابة قوية من ناحة اليمين مع محمد هاني مهم جدا ان يبقى فيه يعني عايز اقول يعني شغل ما بينهم ما بين اللعيبة وبعضها حرم الواد الانسجام انسجام ما بين الاتنين لعيبة مهم جدا حسين الشحات انه يبقى داخل الـ 18 لازم يستلم جوة الـ 18 وبعض الأقوات بزي المباراة اللي فاتت مش معقول طول ما انت هتستلم برا هيبقى سهل بتسهل على المدافع بتجدي مساحة للمدافع انه يشتغل عليك دايما لما بيستلم من بره بتلاقي دايما الباكليفت بيجي عليه وتلاقي مسلا واحد من السنتر باكت بيضم عليه كمان فلازم كمان يغير شوية من أداءه داخل الملعب عشان يعمل حتة المفاجأ يتمسك بسرعة بتبقى سهل اوي لما بتلعب في حتة واحدة بس سهل جدا تتمسك انما لما بتلعب بتتغير من مركزك بتبقى صعب جدا على المدافع انه يمسك يمسكك اوي يرقبك كمان زي ما شفنا رمضان صحي شوية بيستلم من جو الملعب وشوية بيستلم من بره الملعب فمصعب جدا علي بتلعب دايجلة انهم يمسكوه تمام كابتن شريف خليني اكلمك شوية عن ناصر ماهر ناصر ماهر النهاردة خلينا كلنا متفقين انه هو عنده احسن من كده بكتير ولكن في اوقات بسبب الاجهاد وسبب التوالي المباريات وكذا وكذا عندك كل تلعة اربعة ايام مباراة يعني انت عندك النهاردة النهاردة ايه النهاردة الاتنين عندك مباراة اه عندك مباراة يوم اتنين بعدها بتلعة ايام مباراة وبعد كده تلعة ايام مباراة اخرى في مثل هذه الحالة المدالب يعمل ايه انا هقولك على حاجة فبير قاعد افكر زي ما انت بتسأل كده اه فيه ظروف بتحسر في المباريات نعم يعني زي ما اخلاك وانت فيين الناصر ماهر حيغير مثلا وينزل صالح جمع فبتغير لك الشكل التفكير والتدوير اللي انت نفسك في الملعب يحصل انما ممكن تبقى اه رب ضرط النفعة يعني بيخلي لك واحد زي ساعد سمير النهاردة يشترك وحط رجله في الملعب ويكسب ثقة الوجوه بالنسبة الياسر اه بالنسبة الياسر او اصابة ياسر او بالنسبة ساعد سمير كمان ناصر ماهر بقاله فترة هو اللاعب الناصر بالحركة اللي بيزود النهاردة عنده مميزات انه ابتدى يرقص ويعدي بحاجات فردية ويروح لغاية التمنتاشر وشاط شوطة من برا على متاجد هو اللي شاطها وكملها اجيه لو ما كانش في صاعد كانت توباجون اذا بيطبق تعليمات المدرب حتى في التمرين اللي فات نعم كان بيمرنهم على التصويت من خارج التمنتاشر وعمل كده سولية كمان قبلها بواحدة ففيه روح كديدة بجميع امكانيات اللعيبة ومفنون لعبة كرة القدم هم بيحاولوا ينفذوه النهاردة انا طبعا من اول الناس اللي انا كنت مستغرب عليه لان احنا ما بروح الناحية التانية ابوصة ليه بيعمل زي وادي دجلة بيروح مرجع كرة تاني للستوبر بتاعي ونبتدي هجمة زي وادي دجلة تاني من جديد يعني هو لازم يبقى فيه لعيبة ساعات بتبقى موجودة في مدرب التركيز موجود بس الفكر يعني عطل ما بيشوفش ما عندوش الهسة ما عندوش النهاردة غايب عنه غايب عنه هو النهاردة المدرب يعمل ايه المدرب لازم يحطه في يعمل حالة تبدولية ويرايحه لو هو مع جفرد غيرنا كل التركيز بزمين بقى ندفد يعني ندفد هو الوحيد تلاقل الحركة اللي يقدر يعمل الحاجات دي كلها ويعمل للسرعة وهو اللي بيدينا صورة المفاجأة دايما وببقى موجود جوة 18 الخصص وفي اخر دي اللي هي كرة اللي ضياحة ناصر مير اساسها كان جيرالدو وندفد وتلعبت بالعرض راحت لناصر مير ناصر مير لو كل مرة كان من اول المباراة بيخش ويقف في المنطقة دي بالنسبة لحسين الشحيات او رمضان او اي حد كان ممكن يجاب لجونين ثلاثة النهاردة وانا كنت حاس ان هو ممكن سهل او ان يعملها زي ما عملها في المباراة افريقيا النهاردة يعني انا مش عايز اقول ان هو كان وحش انما هو اي حاجات البسيطة اللي هو لو فكر فيها في الملعب حيكمل الاداء والموهبة بتاعته اللي هو بيلعب فيها في المكان انا بحب اللعيب ده في امكانياته الحقيقة وفي الفترة دي كلنا احنا بندعم اللعيبة كلها على اساس انه دي في حاجة بسيطة هتتعالج ان شاء الله في الكامي يوم اللي جايين هيمكن عنده كون ارهاق شوية خايف يغلط حاسس بالفرقة كلها عايزة نخلص الجولي التاني لو جيك كل ده هتلاقي عشرة على عشرة كل موضوع اتغير كل اتغير الدنيا كلها جولي التاني لو جيك انكم زي ما عادين نقول اجاد وعمل والاصابات هي اللي غيرت والتغييرات بس برضو لازم طبعا هناك اجابيات كثيرة في ادي المباراة ايضا ولكن انا كاسي وانا بتفرج على اللعيبة انما بعد الماتش وانما خلاص كسبنا ووعدنا وخدنا راحتنا كده اللعيب برضو مظلوم يعني انه في الاول 45 دقيقة ضغط 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 دقيقة 33 لما شفت لما وقع ياسر عندنا وحصل تغيير ساعة سامير ابتدت دجلة بس تيجي عندنا انما غير كده مكانش موجودة خالص فده جا موجود كبير اول اللعيبة كانت عاملها بفكر واعي وصحير ومركزين فمعليش المرة جايه يبقى ناصر مهر بإذن الله اكثر وجودا وتركيزا داخل معها تمام كابتن بلال الشوت التاني لغز حتى هذه اللحظة المباراة اللي فاتت مصر المقاصة قولنا انه هو غير التاكتك ولاعب بطريقة يقفل بها دفعاته عشان نعمل اللي يقل بدناه صح نعم النهاردة الشوت التاني الحقيقة لم يقدم النادي الأهلي المستوى والأداء الجايد اللي احنا شفناه على الاقل النص ساعة الاولانية ولا 35 ديال الاولانية كيف يتغلب لصارتي احنا دلوقتي كلنا نعيز اسأل كيف يتغلب لصارتي لانه خلاص هو مع مجموعة من اللاعيبة مهظمهم مجهدين كل 3-4 ايام مباراة والباقي مصاب يعمل ايه يعني عندنا مطش السبت بس فيه نقطة افريقيا هو الدايمن اللي بيبقى او هي الغاية اللي نفسنا نوصلها بس فيه 3 نقط مهمين جدا في الحتة ديالي نقطة الاولى دي خارج دين المدير الفني وهي نقطة الاصابات والتغيرات الترارية دي غصبة عن مدير الفني انت ساعات المدير الفني ببحاطة سيناريو في دماغه الشوط التاني عن الشوط التاني بعد كل المجود اللي عملته والضغط هبتدي رز اللعيبة عندها امكانية اللي هي الباص الاستحواز نهاية تنقل كورة فيه مدير فني ببراسم السيناريو على كده فبالتالي التغييرات اللي بتحصل للترارية بتغير لك السيستم خاصة او ببقى لك السيناريو خاصة دي رقم واحد رقم اتنين اللعيبة بقى في الملعب محتاج يبقى فيها عارفة كابتن المايسترو يعني مايسترو في الملعب كده ينزل بالرتم الأداء شوية يعني في الملعب مهم جدا اللعيبة اللي عندها الخبرة اللي هي تعمل كده يعني كان بيعمل كده كويسة اوح سمع عشور عشور في بعض الاوات اوات كتيرة جدا كان دايما يستلم الكورة ويبص من رجل رجل القاعه تسعين دي رجل نفس الشكل بالضبط اجبت عشان كده كان بيهدر رتم شوية كان بيستحوز بشكل كبير اللعيبة مسترلسارتي محتاج الحتة دي محتاج ان هو يدرب اللعيبة بشكل كبير على الحتة على الاستحواز وقت ما تبقى مجهد وده وضع طبيعي لانك مش هتقدر طول التسعين دياندك وتضغط مش هتقدر طول التسعين ديانك بتشتغل يعني جاري في التسعين متر طولي صعب جدا علي فرقة في العالم فالنهارده الشوط التاني لازم يعلم اللعيبة ويدربهم ان في فترة من الفترات لازم الرتمي يهدى شوية لازم انت كلعيبة في ملعب تهدى رتمك شوية اللعيبة كمان في الملعب يعني لازم اللعيبة اللي عندها خبرة لازم تشتغل الحتة دي بشكل كويس مش معقول كل ما تمسل كرة كابتن عايز تجيب جول ما فيش كرة ما فيش كده 10-14 اه فيه استعجل اه سام انك عايز تمسل كرة عايز تطلع لقدام تمسل كرة حلو انك عايز تسجل هدف ولكن امكانيات الفرق الكبيرة بتسجل هدف بالاستحواز زي ما شفنا الهدف الاولاني يعني هدف النادي لايقلمة لما بتجيب هدف يا كابتن من هجبة مرتدة انت بتجيب الهدف بتاعتك من المهارات من الاستحواز من النقل الكرة من المهارات الفردية بتاعتك من الكرات العرضية دي له هدف اللي بيستجل النادي لها في معظم الاوائد فانت مطالب انت كمان كلاعيبة انك تهدر ريتم شوية تشتغل على امكانياتك مش على امكانيات الجيه مش على امكانيات الفرق لقدامك بس انا امكانيات النادي لها للنهاردة الاتنين اللي موجودين عطار في عندهم المهارة وعندهم الصرع وعندهم القوة اذا كان الشحات او رمضان صبحي ناصر مهر برضو لعيب عنده مهارة نهاردة اجائيه لعيب عنده مهارة فلازم تشتغل على حتة ان انا كاب تبنق للكورة من رجل لرجل وتشتغل على المهارة اللي موجودة عندك عندك اتنين طرفين من افضل الاطراف اللي موجودة في الدوري العمل مصري اذا كان عالي معلوله او محمد هاني فلازم تشتغل على الحتة دي المطلوب من الاتنين الميت فلدرز بتوعك ندفد وعمر السلية هما اللي قوموا بالحتة دي احنا ازاي نتحكم في رتم الأداية طول الماتش ازاي نعالي الرتم وازاي نعالي الرتم شوية اتحسن في مواتش البلايستيشن دايسين على السرعة بالضبط على طول اعرضوه سرعة ما تسيب ايدك لشوية من على السرعة عايز سمسل كوداء اللي عبلي قدام اخد بالك عملات اللي جاد والاصابات اللي بتيجي برضو من سرعة الرتم من سرعة رتم الأداية انت على طول بتاعب بسرعة على طول عايز توصل لقدام يعني النهاردة اجيش شفنا المباراة اللي فاتت عامل مجود رائع جدا لانه كان طول السيجي مشترك لانه انا وجدت نزل يا اسامة احسن تغييلة عمل تغيير اجائي حلو جدا حافظ عليه نعم كي بالزبط بقاله ست شهور اه صعب قوي هتلاقي تلات اربع مقصد مش شهلة كمان لا وكمان انه يلعب في جزائر يرجع بعدها المقصة وقت اطول النهاردة برضو وقت اطول فانت بتحفظ نعم بقال شوية لا انا قصدي انت بتحفظ عليه المرضود حتى بتاعه هو النهاردة ممكن تلاقي المخزون بتاوله جوه فتبدأ تغيره يبدأ يستعيد تاني هو كده بقى الفترة الجاية اجايه حيبتدي يستعيد اللي هو اليقى المدنية العادية لأي لاعجة فرميته لأ وريتم المباريات بقى يدأ يتعاون على الرتم السريع بتاع المباريات بس لأ يعني حتى النهاردة واحنا نفرج من اسلام والثلاث محطة مهمة جدا طبعا لما بتطلع من تحت حتى لما كان ايمن قشرة في وقت ملاوقات دائما كنت بقولها ان اي واحد من المدافعين بيتزنق بيبص الفوق كده عايز يشوف نفسه ويشوف ايش دوها بيعملها بيقف عنها بيقرر بقى نص المهل يبدأ يشتغل معاه ورمضان صلحي أو سن شاحت فلأ النهاردة يعني عودته طبعا عودة مهمة جدا وان شاء الله هيبان كمان في المباريات اللي جاي تمام كابتد شريف اهم ما كسب المباراة النهاردة طبعا الثلاث نقاط ده ده اهم حاجة لكن طيب لكن اهم حاجة في هذه المباراة هسيبك فرصة ديلك فرصة تفكر واطلع فصل وارجع بعد الفصل انا مش هفكر مش هتفكر طب وانا عايزك تفكر الانودي لازم اطلع فصل خلينا نطلع فصل وبعد الفصل نرجع نسأل الكابتد شريف عن اهم ايجابيات هذه المباراة من اجل الترسل لحقيقة انا من عدتي دايما ان انا ما بحبش اتكلم على اي موديل فني مهما كان اسم الموديل الفني او مهما كان صفته او مهما كان اي حاجة لما الموديل الفني لنادي وادي ديجلا يطلع ويقول ان انا فخور بفريق وخلى النادي الاهلي فريق صغير اولا خليك في فرقتك يعني ملكش دعاوا بالنادي الاهلي خليك في فرقتك لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي لازم تتكلم كويس يجب ان يكون هناك احترام ما بين الموديلين الفنيين ان حضرتك تقول الكلام ده على فكرة انا ممكن اقول كلام تاني خالص انا ممكن اقول كلام تاني خالص غير الكلام اللي انا بقوله دلوقتي سهل قوي ان انا اقولك انت في المركز الستاشر سهل قوي اقولك ان انت فريقك ده ممكن تلعب به درجة تانية السنة الجاية سهل قوي اقولك كلام كتير جدا بس انا مش هقول هذا الكلام لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي يجب ان تكون حذر في كلامك احتراما يا اخي حتى للكلام اللي بيحصل ولنادي الاهلي اعظم فريق بطولات انا ما بتكلمش كلام في الهواء خلاص شوف كم بطولة خدها النادي الاهلي شوف كم بطولة خدها الاندية كلها مع بعض فلما حضرتك بعد اذنك تيجي تتكلم تتكلم عن النادي الاهلي بطريقة جيدة لانه يجب ان يكون هناك احترام متبادل ما بين كل الاندية بس دي رسالة لازم اوجهها للمدير الفني لنادي ودي دجرة كلام كتير جدا ممكن نقوله ده احنا وإحنا عادين زهقنا من كتر اللعب الغريب اللي بيتلاعب ده بصراحة يعني ممكن اقول كلام كتير جدا والناس الحقيقة يعني مسكين نفسنا يعني احنا مسكين نفسنا جامد جدا عشان احنا فيه شاشة محترمة فلو كان من حقنا احنا نجيب المؤتمر الصحفي كنت احواليكو طريقة الكلام اللي كان بيتكلم بيها والاسلوب التهكمي اللي كان بيتكلم فيه ماينفعش تتكلم على اسم النادي الاهلي بهذا الشكل كابتن شريف كنا بنتكلم عن كنا بنتكلم عن ايه ناسا؟ مميزات المباراة اهم مميزات اهم مميزات انا انا مذاكر انا عرف ان انت مذاكر بقولك سيبك بقى من اليوناني ده على البداع دماغك احنا ما نبصش لصور دي احنا عندنا مشوار بنمشي فيه لا انا بس اهو فالنهار دا عدنا عليه فإدانا سلاس نقاط ومن فوز لفوز قبل كده هو دي من اهم المميزات النهار دا انك بتبعث ثقة للجماهير لعبتك والنفسك انت حتى تحيط ان انت ماشي بشكل شطر اولاني في مصار الحقيقة مصار الأبطال ومصار قوية جدا تقدر تنافس في أي مكان الامتيازات التانية رغم رمضان صبحي وإصابته الحقيقة النهاردة إنما حالة حرورية وثقة وصرعة قوية جدا تبشر وتبرز عن أحد العناصر الموجودة في لعيب النادي الآلي اليومين دول كوة ضاربة الوحدة بعد جيرالدو ناحية اليمين بهؤلاء اللعيب اللي عندها السرعات دي كلها تطمنك تطمنك أنك أنت ماشي في مصار قويس قوي واللعيبة بترجع تاني إحنا ما زلنا في حالة إجهاد عام للعيبة بنحاول نرجع لعيبة بسرعة الحقيقة بنحاول نعمل القوام الأساسي بالنسبة للفريق اللي هو بيطمننا وبيطمن الجماهير وبيرهب الفرق الأخرى من الشكل اللي إحنا الحقيقة بنعمله في كل مباراة المكاصة للمباراة دي إحنا عاملين حالة حالة فيها سرعة عظيمة ونقل كورة ولمسة واحدة يعني كل فنون اللعبة متمركزة في مبارايتين واحدتين وانت خارج أصلا من معاناة شديدة جدا محدش في مصر ولا في أي حالة في العالم بيستحمل استحمله فريق نادي العالي هذا الموسم من الإصابات الحقيقة والتغيرات اللي بتحصل فيه إنما دخول اللعبين ربنا بيبعت لنا برضو ساعة سمير إن هذا عوض ياسم رعيم اندماج اللعبة وبعض حب اللعبة البعض أنا شايف إن فيه ترابط من اللعبة اللعبة بتحب بعض في اللعبة بيبصل بعض فيش أنانية كل واحد بيطور على التاني زي ديله أسهل كورة وأحسن كورة إن هو يهدف فيها لأنها بقت مصلحة الجميع الحياة ففيه امتيازات كتيرة أو مميزات كتيرة أو النهاردة إحنا بنكسبها حالة الفريق حالة الفوز اللي إحنا من فوز لفوز طريق المرصود وطريق اللي إحنا رسمينه والنسبلنا إن أي حد بيشوفنا دايما بنبقى في صبك وفي مكاننا الطبيعي بيحصل لهو حالة من الريبة ومن الـ مش هاي دي أقول إنها بتخوف أوي إنما عارف إن دي مكانة النادي الأهلي اللي بيقولوا الأهلي راجع راجع الأهلي راجع ومرجوع وبما حضر وكل حاجة دي موجود بس ربنا يكفينا شرع سمع إن كمان يا كابتن في الداي اللي بقيت تسجل أهداف وده كان المطلوب يعني ما تشاب كتيرة جدا يا إسلام سواء الهدف الثاني يعني لا من الهدف الأولاني أه لا أنا ما تكلم عن الهدف الأول كمان أنا عارضة أقول يا رب فول عشرين دي إنت خد بالك أسلام كانت مشكلتنا في الماتشات اللي قبل كده إنك ما بتسجلش في الشرط التاني تمام ولو عادة الشرط التاني كممكن الأمور تتصعب عليك بنفس طريقة اللعبة تديني نقول شيناريوهات بالزبط لإنك أنت بنفس طريقة اللعبة بنفس الضغط بنفس القوة والسرعة والمجهود اللي بتبزله وما بتسجلش الشرط الأول بتعاني بشكل كبير من الشرط التاني لأنه بطبيعة الحرط من الأداب يقل فالنهاردة من المميزات برضو تكملتك بتشريف إنك بقيه بتعرف تسجل الشرط الأول بقيه بتعرف تسجل في داية الأولى عشان تقدر كمان يعني تضغط على الفريق قدامك عشان ما تدينيش فرصة إنه تنفس يعني بلغة الكورة كده دايما يعني عارف دا يعني يعني الشرط الأول أنا بعتبره كده زي الملاكمة يسام أنت بتحط طبع وتحط الملاكمة لقدامك وبتاعه تدرب في الدوكس يعني أدعي لنا كما وفروض يخرص خمسة ستة الشرط الأولاني الزبط كده مكانش لابع يطلع من الوزة ولا اسمه إيه الجيمانايكا دا اللي هو لا لا خلينا نتكلم أنا معرفوهش يعني بس هو مكانش هطلع الكلب كان حيول أنا النهاردة النفس اللي شوفه هو الشرط التاني لخلينا طريقة الاعتراب يجبال يكون هناك احترام متبادل حتى في طريقة التصريحات وفي طريقة الكلام دا ما ينفعش أننا نطلع أقول كده ونادي الأهلي دا لا بس مثلا لي وجهت نظر في القصة دي فضل فضل إسلام يعني أولا يعني هو طبيعة الحال إنه مش طبيعي أنه يتكلم لأنه مغلوب ده بطبيعة الحال أنا مغلوب خلاص إنما هو بيشيل الضغط من عليه هو شخصي النهاردة لما تيجي شيل الضغط منه عن نادي الأهلي حضر أنا معي أنا معي أنا أقول لك أن الكلام بتاعه هو كلام غير منطقي بس له له سبب له سبب أنه خلاص النهاردة أنت بتكلم هو المركز الستاشر يعني بينزم فكون إن أن أنت تيجي تقول إن أنا لعبت النادي الأهلي بأسلوب وأنا كنت أفضل من النادي الأهلي دا معنى أن أنت عايز تدي رسالة للناس إن أنا مرعب كرة على ماي لا إسلام عايز يقول لك لو تكلم بأسلوب تاني لو قال أنا لعبت ماتش كويس قدام فريق كبير وقدرت أطلع بسلا بنتيجة اتنين واحد وكن عندي فرصة إن أنا كنت أتعادل أو أي حاجة صح ناس كلها كانت حتساق على فكرة على فكرة الكلام حضراتكم وأنتوا عاديين الناس لا حتساق قلنا كده لما كن مخلوب ما ينفعش أطلع تكلم أسطن بطبعش لكن نعم لكن كلام حضراتكم وأنتوا عاديين أنتوا حيتوا ومن أيه ومنتكلم عنه ومدرب لفكرة وشغلة وممكنه عشبه بمدارس كتير وكلام منه عادي وخلي بالكما نهارده ناد لاهل عبد ديجلة السنة دي برضو عشان يبقى هو عارف وهو كان نفس المدير الفني في الدور الأولاني ما تغلب برضو من ناد لاهل وكان ماتش فيه بتاع متين جول وماتش من الدور التاني برضو غلب بس هو بطريقة مثلا بطريقة 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 حيكسب احترام أكتر أنا انفع يا صاح أنا مثلا أطلع أقول أن أنا نادي وادي ديجلة ده نادي مش عارف إيه استحال لحد يقول هذا كلام أنا بتكلم على شخص المدرد خليك في فرقتك اتكلم عن فرقتك نادي أهلي إيه مش فاهم عبد الواحد مدرد المساعد بتاعه عبد المطش كلم على قوة النادي الآلي سرعات رمضان صبحي كلم على النادي احنا بالله فرقة بيلا بنتمنى وإحنا أشهدنا بيهم أشهدنا بيهم ده عابل التصريح وأشهدنا برضو الشوط التاني ودي ديجلة كان شكله أفضل من الشوط الأولاني والنادي الأهلي كان الشوط الأولاني بسيطر وضيع عذاف كتير وعدها أتكلموا عن نادي الأهلي وعن الإيجابيات وعن الحاجات الحلوة اللي بدأت تظهر في الفريق ايه أهم ما رأيته سمم الإيجابيات في هذه المباراة خصوصا في ضل الشوط التاني اللي لم يكن جيدة اللي نادي الأهلي الإيجابيات النهاردة علي معلول بيأكد المستوى بلوحاس بجاله خبطة كدمة كده بيأكد المستوى لهاي الماشاء الله اللي من بعد عودته للإصابة بدأ يعني يكتسب لأكتب المباراة بدأ ماشاء الله يبيشاء يعني بما حتى مهم يلعب بشكل كويس جدا مفتاح هجومي وحل من حوله حتى ظهر في الهدف الأولاني اللي عملوا العمر السولية عمر السولية وكريم ندفد بأكدوا إنهم عملين سنائية قوية في نص الملعة في عملية الاستحواز وفي عملية الضغط والنهاردة في التكملة الهجومية كان ممكن منشوف السولية في الهدف ممكن كان ندفد بيوقف والعكس ممكن عمر السولية بيوقف وكريم ندفد هو اللي بيكمل ويسدد عودة أجاييه وبدأ يكتسب لأكتب المباراة عودة مهمة جدا رمضان صبح بيأكد إنه هو صفقة أو عودته عودة مهمة جدا وإضافة قوية للنادي الأهلي دي كلها مكاسب كبير حتى النهاردة عودة المصابين بنشوف سعد سمير وبيشارك عودة مهمة جدا ومكسب كبير صلاح محسن برضو في الحتة المهاجم احنا مفتقدين رأس المهاجم في رأس الحرب عندنا أظهر وربنا يرجعوا بالسلامة عندنا مراه محسن صلاح محسن برضو رجع النهاردة وهيبدأ يدخل معادي تخيل أنت لم المجموعة دي كلها تبقى موجودة تخيل أنت تتكلم وعندك صالح جمعة برضو النهاردة موجودة على الدكة إن شاء الله ياخد واخد واعتقد كان رحيبق ليه دور لو لا الإصابات بسم علي بسم علي لعيب مهم جدا لكن لأسف حظه سيء جدا برضو في صفحات النهاردة كان موجودة على الدكة مفتاح برضو هجومي قوي جدا فأتمنى إن شاء الله برضو بسم علي بموجود وياخد عندك هشام محمد كان مصاب ورجع لا يعني فيه ناس مصابين رجعوا إن شاء الله يعني في العيب عظيم كمان موجود في منعب 60 اليومين دول محمد هاني محمد هاني إن شاء الله ده بيأكد كمان المستوى اللي رائع في مطشاط أفريقيا أو في أمام شايفة الصورة ومطش فيتا كلاب هنا أي مكان بتطلبه يعني في أي وضع يعني بيواصل سلسلة التقلق بتاعته في الحتة الباك يمين أو في المساك فلا في مكاسب كويسة جدا الشناوي لولا الكورة الخطأ يعني ضربة الجزاء أنا مصر ما فياش حاج إلا على الشناوي ما فياش حاج أنا مصر عليها لكن خروج الشناوي في التوقيت في الحتة دي خطأ لو ما يعني الشناوي ما طلعش في الحتة دي وتقولك برضو الشناوي النهاردة مكسب كبير في واحدة صح خلينا بقى ألغات لما كابتن سامير يخش عايزين نعرف وجهة نظرك يا كابتن في أولا ضربة جزاء اللي جات ضد نادي الأهلي ضربة جزاء محمد شناوي تهلنا لو سمحت يا سامير زيها يا كابتن إسلام هاتمطش الزمالك وإمبي جنش مع مهاجم إمبي كمين الحكم نفس الحكم تاني يعني كابتن أحمد الغندور يعني أصو الحكم لا لا مش مهم اسمه أنا بس كنت بسأل بأتكلم على هي نفس اللعبة نفس اللعبة دي نفس اللعبة دي نفس اللعبة دي نفس اللعبة دي بتاعت الشنوي بتاعت جنش يعني لأ فيها عرقلة وكان فيها ضربة جزاء هاتها كده ورهيالي تاني معلش بص يعني احنا طبعا بنشوفها اللعبة دي اهو اتفضل يا كابتن شريف خليك معنا رب اللعبة دي بص لمس الكرة والكرة تلعب برا يعني حتى لو هو الوحده وبعد زقه للكرة من المدافع مش هيلحقها الحكم عاقب حارس المرمى بيعاقبه بيعاقبه شديد اللعبة يعني بيديله عقاب شديد يعني ان هو ايه اللي طلعك هنا ويه اللي خلاك لمسة اللعبة في العدة دي اه واللاعبة طبعا عمل القوي جدا ان هو بلمسة خفيفة طار ووقع وهي كرة أصلا برا الناس ما بتاخدش بالها من تكملة الهجمة بص الكرة فين لو وقف يا سمير يتوقف للكرة وهي بطلع برا قرس فحتى اللمسة حتى الدتخل حتى اي حاجة مش هيسمر عن اي حاجة للعب ده حتى لو وقف ريه وراح لكرة عارف اخبت المغدى الناظر يعني هو لو لمسه وطلعت برا برضه وهو لمسه بنالتي يعني القانون بيقول كده لكن انا شايف ان الاحتكاك طبيع جدا احتكاك يعني طبيع احتكاك لا نزل على الارض ولا مد ايده تمام وكمان مقابل كابتشريف هو مقابل للمهاجم يعني بص الكرة عامل ازاي اعتبر السندة دي هو اعتبر هنا السندة دي ضرب الجزاء هو مبيت ان هي وهي رايح لو لمستك لو لمست اللعب حصفر هو كان عام حسابه انه ممكن ينزل الارض على فكرة حمان يعني اه كان عام حسابه انه ممكن ينزل الارض وكانت مزرك سيما ضرب الجزاء ولا لا ولا ليست ضرب انت قلت من الاول انها مش ضرب الجزاء لا بتعتش انها مفاش حاجة وانت يا بلال انا شايف ان هي يعني بعد الارهاد كلها شايف انها مفاش حاجة اه يعني صعبت يعني صعبت انا عايز اقول لك الحاجة لو نتيجة واحد سف مش حسابه طبعا بعض المحللين بيحاولوا انهم يهموا الناس ان هي دي ضرب الجزاء خلي بالك بص خد بالك اه كابت ساميل طبعا هو كابت ساميل طبعا كابت ساميل طبعا انا بس عايز اتسوال ليه ليه ركل ليه تتحسب ركل الجزاء هل فيها عرقلة هل فيها ازاء يا كابتن يعني يعني ما هي لازم برضو انت ما بتحسبش الفنالتي كده وخلاص لمجرد انك بتحسب الفنالتي يعني اه بيعاقب محمد شلاء وخرج من مرموخ المنطقة ذه وحبز على الارض انا عبدو هلت دلوقتي معلش يا جماعة لديكم معي برضو في الخبر ده وخبر على في الجول كابتن عصام عبد الفتاح بيقول ان الكابتن محمود البنة سيدير مباراة الزمالك امان مصر المقص طب يا عمد صرحات سيد جابت نتيجة لا يعني برضو عشان ايه هو كان سيد بيطلع يتكلم على كابتن محمود البنة فوظهر الكابتن عصام طلع قال له لا يعني خلاص هو كابتن محمود البنة سيدير مباراة نادي الزمالك ونادي مصر المقصة القادمة بنحق محمود البنة ان هو يرجع للضوء دلع السلامة كابتن بنة دلع السلامة من ارض الحجاز مفروض ان هو كل حكم كبير ودول انه يحكم من المطشاط اللي هي الكبيرة تمام مع الفرق الكبيرة طبعا ده خلي بالك المباراة دي كان الكابتن اصلاف فتاح برضو على كابتن محمود البنة كان مباراة الزمالك اوبرامتس قال لك انا كنا حطين في الحسبان مباراة اجلت وقتها قال لك كنا حطين في الحسبان ان الكابتن محمود البنة كان يحكم من الزمالك وبرامتس كنا حطين برضو كان سيدة حفيز طلع وتكلم فالنهار ده بدل طلع وتكلم فبدأ يحط طيب حط كابتن محسس حط الكابتن صباحي بعد كده ماشي اي حاجة يعني ان احنا نطالب بالعدالة في التحكيم بالنسبة الفرق كلها اه لا وراجل ما غلقتش وراجل كان بياتة ساءل فقط ماذا يحدث فيه كويس ان هو مع الناس دول بس تحديدا اه بالزبط كده طيب كابتن شريف خلينا ارجع اسألك برضو عن نادي ودي دجلة نادي ودي دجلة يعني طريقة لعبة طبعا واضحة جدا للجميع ولكن في نفس الوقت هناك مش عارف اقولها ازاي بس عشان ناس ما تقول انا كنت بقول كده من اول المباراة يعني ان مفيش مثلا فعليه كتير على الجون يعني مرتين طوال المباراة اعتقد انت سلبته كل قوته في اول اسلوب لعبك عليه اسلوب لعبك عليه خلاك بتضغط عليه بتفقده كل السيطرة هو عندوش من المواهب الكتير اوه في الملعب زي ما قلت لك لهم يترجموا ان هو يعني فيه الراجل اللي هو بيلعب معه مورا يمكن احمد رمضان كان وقف على حيله شوية وبيعرف يعدي واحد ويجيب جول انما مفيش 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 سابورت لي انه يكمل مثلا او حيطلع ويطلع لغاية نص الملعب اللي بعد كده ويروح يشوت شوطة الناس دي ما عندهاش السابورت غير مع ابراهيم نضاي هو اللي عمل لنا كل القلق في المباراة كلها مفيش حاجة تانية مع الراجل ده تقدر تعالامة ما عندهمش الجرأة الكافية ان هم يلعبوا فريق قوي جدا عليهم قاري مفاتيح لعبهم كويس ان هم يترجبوا حاجة تانية هو مصدق لأكل الشوط التانية انت بتجيبه لغاية تص ملعبه فقالك انه ليه وجود وليه تمام انت لديتوا الفرصة لكن هل هي طريقة لعبة مبررة اللي صارتي يعني ما هو انا برضو كمدير فني خلي بالك انا كمدير فني شايف الفرقة كلها قدامي وهم اللي بتمرانوا معايا كل يوم هم هم نفس الملموع فبالتالي انا شايف انه مش هيضروا يكملوا تسعينديا بهذا الشكل وبالتالي ارجحهم لغاية لما اوصل للي انا عايزه بدنيا صح على الاقل الهدوء لا بدنيا وبعد كده او مجاي ضغط تاني انك ترتاح شوية في الملعب انك تهدى شوية اللعيبة اللي قدام تقدر تاخد نفسها في شكل كويس وداخد بالك في بعض الاوات بيبقى مطلوب داخل الملعب المدير فاني فده اللي بيعملوا اللي صارت الشوط التاني طب خلاص احنا كسبانين واحد سفر هنبتدي نهدى هنستنى الفرق اللي قدامك تفتح الجيم ونلقى باحنا على السرعات والمهارات الفردية اللي موجودة قدامك وده اللي حصل للشوط التاني انت الشوط التاني كم ممكن جالك فرص اكتر من اللي جاءت الشوط الاولاني فرص محققة للتسجيل رمضان صبح اكتر من كرة ركبتن حسين الشحات راح اكتر من كرة ناصر مارا راح اكتر من كرة وانت كمان ما عندكش نسبة الاستحواز تمام فانت النهاردة الموديل الفاني ممكن بيعاول على الحتة دي مركز في التعريض ان انا اقفل كواس قوي بحيس ان انا ما خليش الفرقة بتاعتي تجري التسعين التسعين متر راح جاي فبالتالي يجادوا يبقى عندي اصابات وتبقى دي مشكلة كبيرة تانية وفي نفس الوقت انا كنادي اهلي سيستم انك تقفل بالجيم ده مهم جدا انك تعرف تقفل بالجيم لان اوقات كتيرة جدا نخدنا لك مش بس هنا في الدوري في افريقيا المباراة اللي جاية اللي بعدية هتبقى في وقت من الوقت اكتب محتاجي انك تقفل بالجيم بليل لا بلال لازم تلعب بمحطتين بمحطتين قدام هجومية ما انت معندكش اتخاص معنا كابتون ما انت معندكش لا برضو دي مشكلة انت معندكش اللعين كان اجايه عامل محطة امامية على قبل خطة 18 بمحطتين ولا حاجة مش عايزين نخلص من النسى ان احنا بنسحف معنا مع رمضان وحسين الشحات وبيجي نصر ماهر وبيجي عمرو شولية ده جول الاولان اللي جنفتش ده الشكل اللي يبقى موجود ينهي اي تدخل من اي فرقة بتلعبها كابتن وساما برضو عايز اسألك في تغييرات ودي دجلة اللعيبة الاتنين الافرق اللي نزلوا يايا سمهارو واسحق ياقوب الاتنين اللعيبة كويسين على فكرة يعني ليه ملعبوش من اول المبارة من وجهة نظرك دي لعيبة لسه منضمة جديدة يايا سمهارو ده لعيب منضم حديثا لودي دجلة هو طبعا الشيط التاني حبي نشط الناحية الهجومية حبي زود مع إبراهيم نضاي مع محمد جمال بيبو في حبي نشط الناحية الهجومية عشان يبحث عن الفوز أو عن التعادل في الأول لكن ودي دجلة يعني ظهر في لقطة واحدة هي الكرة العرضية اللي اتعاملت اللي خدش الناوي لما لعبها بدماغه هم كان فيه استحواز لكن استحواز في حاجتين في الكرة ممكن استحواز استحواز إيجابي يخلق لفرص واشتغل من خلاله أو استحواز في مناطق ما فيهاش خطورة كبشرية هو استحوز الاستحواز من تحت من تحت عن طريق رمضان بيكم عن طريق خالد رضا وبدأ يدور الكرة من تحت لما كان بيدخل مصد الملعب لعبه بيسيب الكرة كده ومده الواقف شوية ما حاجت بيقر ما هي دي مناطق من تحت جميع تبقل دي مناطق ما فيهاش خطورة نهاردة عملية الاستحواز أنا بشتغل عملية استحواز زي النادي الاهلي علشان أول مرمضان صبح يستلم الكرة أشوف الباك بتاعه يطلع عشان يقدر يعمل الكروس يبقى فيه خطورة لو أنت بسيطة على اللقطات تحت ودي دجلة هي كرة في الشوط الأول وكرة في الشوط الثاني يعني عكس المدير الفني اللي بقولك أنا عملت النهاردة مباراة عالمية أمام النادي الاهلي طب هاتلي بقى كمية الفرص النهاردة لما بعملية الاستحواز أنا بستحوز علشان هدف هدف أن أنا عايز أسجل عايز يبقى عندي فرص فيها خطورة لكن برغم كل الاستحواز لعيب تلنادي الاهلي كانت في الشوط الثاني وقف صح محمد هاني وقف صح جرالدو الحتة اللي كابتن كان الشريف يتكلم فيها كان بيرجع ويغط ويعمل هو محمد هاني وقدام بعض صح وليه عندي لعيب يعرف يدفع ويهاجم في نفسه والنهاردة الوقف حتى بتاعك علي معلول كان بيرجع كريم نيدفد السولية وقفين وقف صح وهم بيستحوزوا خلاص بيستحوزوا في منادي ما فيش خطورة ما فيش مشكلة تخلي الكرة معاك واشترت زمان تعايز لكن لما النادي كان بيستلم الكرة كنت بقى بقى بتلاقي الانطلاقات السريعة اللي كانت بتتمع عن طريق جرالدو عن طريق رمضان صبحي حتى النادي الأهلي وهو ما كانش أفضل زي الشوط الأولاني كان هو الأخطر برضو الأخطر عن طريق ركل الجازات تاعت رمضان صبحي الأخطر عن طريق تزديد كريم نيدفد اللي من ناحية اليمين آآ كرة ناصر ماهر لا وكرة رمضان اللي هي قبل ما يطلع على طول اللي ناحية الشبان دي جرالدو برضو خد كذا كرة وراح وبدأ يدخل يشتغل بها فلا النادي لقى لحتى وهو أولاي للشوط التاني شوية مش زي الشوط الأولاني كان برضو أخطر يعني بالفرص اللي ظهرت للنادي تمام كابتن شريف الإصابات يعني الناس برضو بتتساءل أنا بحاول أقرأ برضو الأسئلة بتاعت الناس عشان نسأل حضراتكم عنها إصابات ياسر إبراهيم وبعد كده كابتن أنا قلت لك المارح بصر كابتن إسلام دي اللقطة اللي أنا كنت بقول لك عليها أنا معروش الحياة المحللين قالوا عليها إياه بلي كده دي ما تحسبتش راكل الجزاك كانت في مبارات الزمالك وإنبي الزمالك وإنبي ده جنش كورة راكل الجزاك صحيحة دي واضحة دي واضحة لجل التانية دي لما كلمك عليها وكنا بنعمل مقارنة ما بين بتاعت الشناوي النهاردة ومبين جنش دي يعني دي برضو إهداء لجل التحكيم إزاي دي ما تحسبش راكل الجزاك وبتاعت الشناوي لما فاش حاجة تحسب راكل الجزاك مزبوط مزبوط كلامك مزبوط طائب شكرا سيمير شكرا حبيب كنا بنتكلم عن إه أه انت كنت تكلمني عن الإصابات أه الإصابات أنا profitable سأرجح لك في الإصابات ولكن أنا انا يعني إحنا شايفين كلها مش عشان إحنا في النادي الآلي أو عشانش في خناة النادي الآلي احنا شايفين إنها ليس لا لا لو فرقة تانية احنا مش هنديها ضع identرجة لو ضدنا مش هنديها صح خلينا نقل بالآي كرة دي لو عندي فيروت رمضان محصن راح انحا دي وحد لمسوا بس جان صباح وحد لمسوا بس جان صباح اه 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 انا صباح هلش البرد و الاخد انت بيوتك اه اه اخد انت بيوتك الان وحد انا بالفرع مجدد اليكم ماشي ربنا ما اكتبش عليكم لما اكتنا النهاردة البرد عموت من المرد غير فالتكيف الامر رمضان صباحي نصحك صحك صحك من صبح ربنا دينه الصحة طبعا ويستعاف عنه ان هو لو عملوا الكرة دي يا جماعة وهو اقرب واحد كانوا بيركابوا على كتافه النهاردة طول المرش حتى الكرة اللي جابها بينه الراجل جايبه من قفاهم وجايبه من ودنه هو حجز بس على طريقة وقال لك لا اصله وعزاء اللعيم هو بيحجز على كرشه انا اسألكم وجيه على دماغه كل ده ده غير احنا كلين يضرب الجزء بص قادي بتضرب منين بص هادي واحدة. صحيح. بص. التانية. التالتة. الراب. وفي ايه هي حرب. وراجل اللي حكم بينه وبينه خطوطين. وبيقول لها مش دور بالجزاء. لا تستحوني يعني. انا مش فاهم يعني. عايزين ايه طيب? عايزين واحدة زي بتاعة اذاره اللي خاد الراجل لفه. ورماه عند الخط والحكم وقف جنبه وما تدهاش. لو يا سلامة جبالي على سبيل بتاعة اذاره دي. بتاعة الانتاج الحربي. يا لا هوي. ايه دا؟ انا بقى ما صدقتش يروحي عادنا نضحك كلنا يعني. اما الايه اللي ضرب الجزاء. لما دي مش ضرب الجزاء. ايه. ولك امبارح فيه ماتش روما واطلانتا. الراجل ادد الفروت استيميليشن وانذار. راح يلفرر منجعه. قالوا انت بتعمل ايه. راح بص عليها تاني راح لاغي الانذار. ولاغي الاستيميليشن. وتيت جوني. مم. ومن حظه جوني مجاش. فاللي انا عايز اقوله لك. ان احنا واحنا بنتفرج. كل واحد لقوا. وفي رؤيته من الحكم شايف. انا قلت لك دا مبيت النية. لو لمسوا حدي ضرب الجزاء. ايه الكرة دي. اه. بص الكرة دي. لا الحياة دي مش ضرب الجزاء برد. لا لا لا. لا بص بص بص. لا لا. دي مش ضرب الجزاء امدا. لا 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 لا. انا كنت يومها في الاستوديو. دي مسارع حورة دي. براوليدي. انا فراجة الجزاء دي لو جبنا الشيخ حسني بتاع فيلمك. كنا بقيت. هو هو لفرت الحكم والله امدا. لا ده ها ده امدا. لا ده language. انتو بتكلموا على ايضا ضربات جزائي انتو بتكلموا عنها حضرتك اديت ضرب الجزاء والمطش عادة وخلاص ما تقتروش بقى في الحكاية يعني ما تزودهاش علينا عشان انا مستحقرين منكم عارف مصارحة التنان لتنواف عن الزاء ولازم هواقعك مش ممكن يعني مش ممكن مش عايز اقول حاجة تانية لا لا بس كابت الحاكم قدامكم عايز اعرف لما روح وشاف الكرة دي لما روح وشاف الكرة دي قال ايه انا مع نفسه ايه لا قد يكون هناك خطأ او اي حاجة يعني ماشي لا شي بك من الحاكم حاكم بعيد الرجل اللي بيعمل تبرين طالة ده ولا ما عمش بيدي بالعرض ده النادي الاهل السنادي يعني التحكيم جاء علي كتير السنادي ومطشات كتير زي مطش الانتاج الحرب ده كنت انت معاك التلاتة بونت التحكيم جاء عليك ومطشات تانية تواضح ان الدنيا كلها السنادي عايزة تبعيدك عم تبعيدك انا مفاهمك الله اكتر فرق استفادت السنادي بالتحكيم نادي الزمالي نهاردة انت حسبتها بالارقاب مباراة المقصة كرة اوفسايد تحسبت هدف مباراة حرس الحدود ركل الجزاء بهدف مباراة الداخلية محمد صوح يمسك الكرة محمود كعرابا ومحمود علاء تدخل في الكرة اقول صحيح فلا يعني اكتر نادي استفاد دي النقطة اللي كان بيتكلم في الكرة والله يا عنا ده مش في بالنا ليه اشمعنا حكام بعينهم هم اللي بيحاكموا النهاردة طب انت لو بتتكلم على الكابتن جهاج جريش طب محاكم دولي وحاكم في كاس العالم ايه المباراة اللي حاكم نادي زك مباراة وحيدة هي فريق النبوه حاولك بحاكم البلد بحاكمش من شهر ثلاثة يحكموا زي ما يحكموا بعيد عننا انا ما احنا ادونا حقنا مجيش عليهم مفروض الحكم الدولي بحاكم مرات كبيرة للأهل والزمالك هتعمل له ايه لو راح حاكم فرعه ودهه وعمل وصوح انه ما يجيش عندنا ديني حق ديني حق بقى احنا تمانين مليون فاهمين دول تمانين مليون واحد وتمانين اتنين وتمانين احنا نرجع الاصابات الملعب اللي احنا بنلعب عليه النهاردة انا قلتلك عليه قبل المباراة خدتلككم من مباراة انا ما بحبش الارض بتاعت بيتلسفورد كنتما دي الارض خلاص هنعمل ايه طيب لعبتك انت لعبتك النهاردة بتلعب على صفت يوم اه ابلها بيومين تالت على هارض وبعدين ترجع تلعب على صفت تالي في اه في برج العرب وبعدين ترجع تلعب ملاعب بيتلعبش عليها في افريقيا وبعدين ترجع تلعب تالي هنا على هارض ومش عايز اللعبة تتعور انا بستند وعايزك تبلغ اعتراضي شديد على ارض الملعب حاضر يا جماعة كابتن اجماعة كابتن شليم بيعترد على ارض ملعب بيتلعب بلغ الناس كلها ان الملعب اساس اصابات اللعيبة والله العظيم تمام يعني اللعب بيعتش واحد راحته واحد زي رمضان محسن ده رمضان صفت الاسلوب اللي بيجري بيه ده عايز ملاعب صفت زي انجلترا كابتن شليم رد بقى على الناس كلها ناس تانية اجاب تلعب على ملعب بيتلس بيرت على طول ما بتتعورش ومتصب ما تتعدلية على طول انا شايف اكبر ماكسب النهاردة ان الناد الاهلي في الجدول خد خطوة مهمة جدا نهاردة 33 نقطة بدأت تقرب والاسد غاب فترة فكله بدأ يتنطط وفرح والناد الاهلي كان في المركز الاخير والناد الاهلي مركز الحداشر والناد الاهلي في المركز التامن الناد الاهلي ده تقرب فالاسد لما بيقرب كله يرجع تاني ايه؟ اصبح الاهلي الاهلي عنده بندوكية ينشن على اي فرقة ويعمل لهوا عيش اخيرا انا يا كابتن بلا الكلمة تقولها بعد مباراة اليوم بقول مبروك الناد الاهلي النهاردة المكسب كبير طبعا الناد الاهلي من خطوة الخطوة مهمة جدا تكسب وانت كويس ومهمة جدا برضو تحافظ على مكسبك وتكمله وانت برضو انت تعبان او انت حتى كمان ادائك اقل من الاداء المواتات بتاعك النادي الاهلي في مكسب كتيرة جدا اتكلموا عليها كباتن النهاردة عودت بعض اللعيبة استمراريت بعض اللعيبة في الاداء الجيد النادي الاهلي عنده مهام شقة جدا مهام كبيرة جدا وزي ما انت قلت يا اسلام برضو الحلقة اللي فاتت قلت برضو دي خطوة برضو لسه النادي الاهلي لسه برضو يا كابتن استيبس كلها بتمشيه ورابعة ضعات دي خطوة تانية بعد المباراة اللي فاتت انت بتؤكد ان انت المباراة اللي فاتت ما كانتش مباراة عشوائية بالنسبة لك او مباراة ستسناية انت بتؤكد مباراة اللي فاتت يا كابتن ان ده التاكتك انت بتشتغل عليه من بدئة المباراة عشان تقدر تكسب انت مستريح انا عجبني او لسارتي ولمه للعيبة وحبه للعيبة وتحبه اللي عيبة تحبها دلوقتي في ترابط انا عاسل انفرقة الحياة والله وفي رضا كده وان بدن ربنا في ان كل واحد بيشتغل دلوقتي يشتغلوا والعيبة بتشتغل كم اول هل العجبني او النهاردة النادي الأهلي الهولية بتاعت النادي الأهلي في عملية الضغط العالي اللي كنا احنا حتى الجيل احنا بنلعب كنا بنزل نخلص اي مبراجم في مشروط الأولاني النهاردة في شروط الأولاني شفت النادي الأهلي فعملية الضغط العالية جدا عملية النزعة الهجومية الرغبة في كل اللعيب انه عايز يخلص المبارا بدل ده مكسب كبير جدا اتمنى ان شاء الله المباراة اللي جاية نبدأ بقى لصارتي نبدأ يبني على الايجابيات اللي بدأت تظهر في المباراة المقصة المباراة النهاردة اتمنى ان شاء الله مباراة افريقيا كده يعني اللعيبة كلها ترجع بكامل قويتها عشان مباراة مهمة محتاجين فيها التلاتة بونت ان شاء الله على ملعب كابتن شريف بطلب من جماهير مصر والنادي الاهل كلهم انهم بقى ورانا يوم السبت بإذن الله في ملعب برج العرب يخلي شكل الملعب حلو واتفرج على الملعب السوفت اللي أنا بكلمك عنه ده ونقل الكورة حيبقى شكل عامل داون سرعة استفدنا كتير اول نهاردة مباراة النهاردة ومباراة مصر المقصة يصبوا كلهم ان شاء الله في اول لقاء جاية يوم السبت تمام انا بشكركم شكرا جزيزي كابتن شريف كابتن بلال كابتن اسامة يعني نهارتونة وطولنا شوية النهاردة اصلا الامور كانت ماشية الحمد لله هتوحشنا 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 هتوحشكم عزيزي المشاهدين وطبعا بشكر نجومي الكبار وحنطلع فصل وبعد هذا الفصل بقى فقرة تحكمية مع كابتن سمير عثمان وحنشوف وجهة نظره فيما حدث في مبارات ايه اشتركوا في القناة